بتأكد بس يزا طلعنا على الهواء ولا لأ. اوكي. اوكي شكلو احنا على الهواء. اوكي. بتأمل بس. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. اهلا اهلا. احنا بحلقة لقم خمسة. على فكرة. على فكرة. احنا الحلقة الخامسة. شو اسا يعني قد نقول بالحلقة الاولى حكينا عن حلقة التانية يمكن تفركشنا شوي حكينا شوي تاني جيم فرونز بس فتنا على ستار وورز. فتنا على ستار وورز وفتنا بمية شغلة بشغلة. بمية شغلة بشغلة. الحلقة الثالثة. تالتي كانت ستار وورز. ستار وورز. اه بس كان في كتير اه كان في اخطاء تقنية شوي. اخطاء كان عندي لايكز. والأبلود مش ابلود كان عندي عاطل. مشاكل تقنية مش منك يعني. الاشي مش من حدا من العرب والانترنت. الانترنت ما هو هاي المشكلة عندي الكل يعني. اليوم كنت عم بحكي مع واحد على قصة الباندود. اه. وبيشتغل بالبنية التحتي للانترنت هنا بالمنطقة. اه. قلت له يعني مدلك فيبر يا حبيبي على المنطقة. خليني خليني شوية اعمل كيف ما لازم يعني. انا هاي المشكلة انه انه بالاحياء تعني حكيها الدغري بحيفة بالاحياء العربية بعد مش وصلين للفايبرات المزبوطة. لا لا. بشكل عام الاحياء الاحياء القديمة. شكل عام. بس المناطق الجديدة اللي بعملول الحساب الانفاستراتيش فبتلاقي انه فيونك مندو ذمني يعني الجيرالنا عندي فبقدروا عندنا بخوف يعني بقولنا عن الدول. يعني كل مرة انا بحكي معك عندي كيف يحكوها الهيلث بر طبعا الستريم مرات بيفوت اصفر مرات بقى احمر ما بتحزك انو كمان شاي بتضيف اعلى اللايف ستريم بس 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 يا بيصمد هيك السحاليا الا استريمينج is fine يعني. المهم اا دي كنت عم بحكي عن الانترنت وعن البث وعن الانت وعن البث وعن سرعة البث وعن سرعة التحميل التحميل و. اه. فهاي هو يعني هيك اللي كان الوضع اليوم. هيك وضعي اليوم بالانترنت. اه بتأمل احسن اسا. اه لا استصار عم بتطلع اه شكله تمام. هيك بس بالبداية بحس زيك انو السيارة بدي تعشي عشان تمشي. والسيارة مش عبتي مشي. بدي حدا يذفي شهادة ايشي. اه. ايوة ايوة. كنت احكي على ايشي بس اذا كان بينفعني احكي عليها ولا لا يعني لانه الاشي كتير اه كتير اه شخصي عن واحد اه فنان هنا بالمنطقة بس بلاش خلاص. ما علينا ما علينا المهم. اه. اه. يلا. دعنا نضرب. الكل شايف يعني. الكل يعني اوة شو الكل شايف يعني. اللي ازا الصدفي اجا واحد بالغض كبس على اللايف وشاف انو في كلمة جوكر فمعروف شو الموضوع يعني. هي هتا انا قول على اه اه نفوت دغري على اه قلب الموضوع. موضوع هو جوكر. بصلب الموضوع. اه. او جوكار. يا جوكار. اه. اه. اوكي. حكينا هذيك الجمعة اه كان كنا مفاكرين ان هذيك الجمعة نحكي عن الجوكر صار اه ايش يعني صار اه. جانا الاسكارز وجوبرونا اسا هالمرة نحكي عن الجوكر يعني وع فكرة لازم لازم. يعني بنفعش بنفعش ما نحكيش عن الجوكر. اه. مقدم ايك اه. مش عن الفيلم بس بشكل عامي انه انا كنت اه كل وقت اقجل احضر الفيلم هذا. لو كنت عارف انه راح يكون الفيلم رهيب و يعني بالبداية اول ما سمعت انه بدن نعمل اشي عن الجوكر فقلت دايما مش دايما بنجحه يعني. بس اخر فترة صار فيك نسبة نجاح معينة يعني زي مثل الولفورين مثلا كان له نجبة نجاح نيحة كتير. اه قلت يلا هاتا نشوف ازا تزبط لانه كمان بعد ما كان في. انا صلي شهرين حكيلك انه الفيلم رهيب. اه لا لا انا ما عندش. من 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 ثلاثة اتماعش راح تحضرته انا و قلتلك الفيلم رهيب مجبور تحضره. و يعني عليك اه زبك عجنبك زي ما بيقوله. اه تمام. يعني هتنقول اه اكلت بهدلة يعني بهاي الشغلة وكمان اه يعني اكلت اكم من سبويلر يعني نيح. اه فخرب لي الفيلم. كنت كنت حابب انه احضره بطريقة انه بدي اكون متفاجئ وهيك وهي. بس تعرف لما تتابع انت الميديا وتابع البودكاسترز والهاي والريفيورز وهي في كتير قنابل بتنزل بالانترنت اللي الساعة بتتجنبها. فانا اكلت اكمل امبولي. يعني اقول لك شغل بعد ما ازلته وطلعت عالشغل. وانا عم بتصفح بالا تويتر وشفت يا مش تري مش بتويتر بالريديت والريديت يعني كيف هو اضرط من التويتر بالريديت هناك بتشوف جيف فات يا حبيبي. مقول لما بشوف لك جيف تبع. اه شفت جيف تبع. اه شفت جيف تبع الاندينج. وقولت المقطع الاخير يعني سريع جدا. يعني اذا كان بتشوفه بتفهم انه هذا المقطع الاخير حتا لو محددش الفيلم. فا. اه المهم. اه. بس يعني احكي قبل ما قبل ما. لا لا مش راح افوت بالمقطع. انا قصدي ان يعني شو مرأ معي. انا بحك. ابل ما نحكي على الفيلم نفسه. قبل ما نحكي على الفيلم نفسه. ربما نوضح انه الفيلم هايا. اوريجين ستوري. تبع اه دي جوكر هيا. ما لهاش علاقة بالجوكر اللي اللي بمثل بالفيلم الاخير قبل سنتين بسو سايد سكواد ومالوش كمان ببقية سلسل الدي سي هذا فيلم مصدقل مالوش دخل بالباقي انا بضيف عاد الاشي بقول انه هو عبارة عن ومش تابع للدي سي يونيفرس اسمه لش علاقة با اا اا شو اسمه لا باتمان ولا سو سايد سكواد ولا اي فيلم ان عمل من الجانرة الفرانشايزة اللي فيها العالم اللي يعني الفيلم اللي بلتقيه مع فيلم تاني او اش بقول له بالعرب مش عادي انا بقول للي تعرف المولتي مولتي بيرس مش بولتي بيرس ايش بقول له يا الله متعدد ايش المتعد العالم اصدق الكون متعدد الاكوان لا زي يعني مش لا شو الاكويفلن تبع هو اه او مثلا يعني الفرانشايز تبع مارفل نفس الشي في فرانشايز لدي سي اللي يعني يحاولوا يفوقي اه بيش بكل الفلام مع بعضها ويربطوا مع بعض وهيك هذا اه 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 هذا مالوش خاص بولا واحد منهم وهذا بنعد كفيلم اه زي بروجيكت اه 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 سوني عملته على اساس انه هيك كي بيحكوها يا الله اعطى نعطيهن يعني حتى كمان انه كيف ما فهمت انه السي او تبع سوني لما طلع هذا الفيلم اه 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 عمل ساب انه يحط كل اوتو على بيرد زوف براي عشان يغطي اذا كان هذا الفيلم فشل شوف لوان الايروني يعني لوان الوان الاشي الرهيب انه البني ادم كان عامل حساباته غلط انه عام انه مفكر انه بيرد زوفي راح ينقزه من اه شو اسمه من فضيحة اعلامية لانه فكر انه راح يكون فاشل فهي بتشوف قديش قديش المنتجين والمسؤولين بهوليوود ما عندنش ولا اي فكرة ايش يعني اه 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 شو المتطلبات انك تعمل فيلم منيه ناجح بفهموش فكلاته بشانس يعني انه بيجي الرايتر او بيعمل بيتش وبياخد بيحكوها صندوق المال من البيت الانتاج على اساس انه يعمل فيلم كلاته شانس بشانس يعني انا بقول انه هذا الفيلم ما اعتقد انه قلياته شانس بشانس لا انا اصدق انه انه هذا الفيلم اه لما يعني هتنقول اه ما نعمل انعمل حساب انه اخد موفقة على اساس انه الممثل المخرج ما بعرفهش ولا حدا بعرفه المخرج فواكين فينيكس اه اخد اخد على اساس انه هو ممثل ناجح له تراك ريكورد منيح له مجموعة رغم كل هذا بالزبط رغم كل هذا سوني كانت خايفة ومش متأكدة انه الاشي يكون ناجح فحطت كل قوتها على فيلم اللي راح يفشل يعني من قبل ما يطلع تطور اه عزدي عن على بيردز اف براي بيردز اف براي بيردز اف براي هي على شو اسمها اه الشخصية اللي هي بتكون حبيبة اه جوكر شو اسمها اه هارلي كوين هارلي كوين وتطور انه التايتل تبع الفيلم قبل ما يطلع بيومين ثلاثة تغيروه لانه ما كانوش واطقين انه اشي راح يحل انه التايتل راح يحمل الفيلم اياه يعني يعني فيلو مثلا اه كان فيلو اه زي تعرف اه بيردز اف براي وبعدين اه عنوان ثنائي او سبتايتل او اه شو اسموه اه نعم اه فما طلع كان اه ادفنشر اوف ابصر شو هيك 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 بقى اه ناسي بالضبط شو الفل اه فل اه اه تاكست بس اعين قلت لازم احضر هاي الشغلات انا بس انه صار في تغيير باخر لحظة اه وفكرون الاشي لانه حسوا انه اه تشلي تاعت هارلي كون مش هلقدي لها اه اه التقل هذا اللي ممكن يعطيهن دعم اعلامي بتجاري ايه فغيروا اه اه شو اسمو هارلي كون اشي مش عارف بس ايش يعني زي حطوا زي حطوا كلمة هارلي كون بس عشان يعطي دفشي للفيلم لانه لانه كان فيه اه تطلعات بقبل ما يطلع الفيلم انه اه البوكس اوفيس راح يكون فاشل ملا شو يحسوا على الاشي هادا اه يا احنا هون موجودين لسا والجوكر خبط واحد مليار فوق قلت المليارد يعني قلت من ناحية ايرادات انت عم تحكي اه اه من ناحية ايرادات قلت المليارد قسر الدنيا اه 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 غير كل المعادلات بهوليوود من ناحية التجارة ومن ناحية اه 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 الفلومي وال اه اه ايش بلو له يا الله اله اه وكلها الشغلات المحاولات انه يتاجروا سياسيا بالفلومي كلاتها سقطة صح 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 اه مش مش عارف شو بدي احكي لك يعني انا برأيي بغض النظر عن بقية الافلام والرهانات اه بعد ما شاهدت الفيلم انا على الدور اللي لعبه على التمثيل على القصة طبعا اه اه يعني وكمان على انه اخوة اخوة كينك فينيكس معروف في عنده كتير ادوار سابقة ان كان بايرتلينجز ان كان بي يونيتي بذي ماستر حتى مثل بجلادياتور امبيرور كومودوس اه فيه له كتير افلام اللي يستحق اللي يستحق عليها اه انه اذا بديش اقول اوسكار ولكن يستحق عليها تكريم اكتر من مرة اكيد اه وبنهاية المطاف لا بيستحق بيستحق اعتقد الاوسكار كمان على اه على على لحظها ايش عم على هذا الدور نعم ما فيمتش عليك انت اصدقى شو انه الممتل اه واكيم واكيم فينيكس يستحق يستحق التكريم هذا الاوسكار على القليل اذا مش على دوره بذي جوكر على الاقل على دوره بادوار سابقة اللي عملها ومتر فيها بافلام مختلفين اه نعم وعلى فكرة هون يعني ايش كان اه عم بادخل انا الصور معشان ايك انا بكونش بركز معك عم بطلع ايش انت عم تبعتلي اه اه فعم بجهزن اكمل انت انا عم بحضر الصور اه اللي اللي بقوله انه دي جوكر يعني يستحق الاوسكار وحتى يعني ما كانش بعيد برأي ياخد الفيلم الفيلم الرئيسي انه جائزة افضل فيلم وكان كان مرشح لا ياخد جائزة افضل فيلم هو بين هايك المطاف يعني هو اخد يعني كان مرشح ل 11 كان مرشح ل 11 جائزة بيناتها افضل فيلم لالفين وعشرين ولكن اخد بين هاي جائزتين افضل موسيقى تصويرية وافضل ممثل ويستحق انه يكون افضل ممثل هذا رأيي الشخصية مع انه كمان برأيي يستحق يكون افضل فيلم وافضل هو اخد بيست اكتر افضل ممثل ولا لا افضل نعم هذا اللي بقوله اخد ويستحق وبشكل مستحق على الاخر انه يكون افضل ممثل انا سمعت كتير كتير مدح من الممثلين على واكين فيليكس بشكل عام يعني مش بس عشان الفيلم بس اه كل الممثلين اللي بعرفين اه شفت اللي انترفيوز اه زكروا اسمه بشي مرحلة اه بشي بشي يعني بشي مدح ومدح يعني بشكل هيك اه اه كتير كتير عالي يعني انا بحكي زي يعني 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 فهذا المقصد طلع هو هو ممثل لحديد السنة ان شاهر كتير بادوار انه ممثل كتير مرات يمثل الفيلين وعلى فكرة عصيرة الفيلين انه هوني بيتمسخروا الناس انه يعني اه الفيلين ربح جائزة افضل ممثل مرتين بفيلم باتمان اللي هو دي جوكر اللي وبينسلسل الجوكر مع انه هون الجوكر مخصاش بباتمان هون ما فيش ذكر لباتمان بمرة بحط أده السرع تشاهفها بادة الفيلين شايفها شايفها اي حالتي اراسة حالتي اعني عند قولتك انا في حامقك نرى قامت بس يستحق يا أخي شو نعمل يستحق لا نا طبعا الوكيل فينكس يستحق والدور اسمع اذا بتنبيه على هوليوود إلى عادة أن أتكرم الممثلين اللي ممثلوا أدوار صعبة من ناحية نفسية سيكولوجية بأنه تعطيهم الأوسكارز يعني كثير مرات اللي ممثلوا أدوار مع عياقة أخذوا الأوسكارز ربحوا جائزة أفضل المثل أفضل المثل إنه هاي الأدوار هي أصعب الأدوار وإنك تكون ناجح فيها وتجيب فيلم اللي هو مش مرشح إنه فيلم اللي الكل كان يعني كان يقلل من شأنه وتجيبه للمنصة المركزية إنه يصل واحد من أفضل يعني يكون بالناحية إرادات أكتر فيلم من ناحية دخل بآخر سنة ويدخل قائمة أفضل عشر أفلام فهذا أبداً مش سنة يعني كل الدور كل الفيلم كان على ظهر إخوة كين فينيكس كل ياته بالكامل وهذا وقدر يحمل الفيلم من أوله لآخره بطريقة رائعة والكتابة كانت حلوة كمان هاي الأدوار بشكل عام هي كمان لغم لأنه بقولك أنا بتطلع عليها من ناحية إنه إذا كان بتلعباش مظبوط تقلب عليك بتخرب كل الحياتك لأنه بتطلع على جون ترافولترا كمان عمل آخر دور إله بفيلم ناسي شو اسمه بس بيكون زي واحد معاق وبتصرف بطريقة يعني كتيرة كا يعني كل الوقت فكان عب بيعمل ما كان عب بيحاول يعني أعملها بس مش عم تزبط معه يعني عم بشوف الأكت مش هلقدي يعني رافع المستوى بجوز إنه يمكن الكتابة عاطلة أو الإخراج عاطلة أو الإدتين عاطلة أه مش عارف في هيك عايعة فكرة كمان يعني كله من الشكل بدك بدك واحد مخرج اللي كمان يعرف كيف يتقن الإشي بشكل إنه ما يكونش فيه أه واحد اللي يخرج كل شي المخرج وظيفته كمان إنه يحفز على الهارمونيا يعني يكون كل إشي متناسق يعني من من البريبوداكشن للتصوير للبوستبروداكشن كل هذا اللي لازم يكون تحت ظهره يعني فوق على كتفة يعني قصدي تحت ظهره مظبوط تحت ظهره المهم إنه يعني الجنترابوغلا جرب يعمل إنه أصدق عن دي فاناتيك أصدق عن دي فاناتيك دي فاناتيك هديك السن الزابط أيوة أه مظبطش معه مظبطش معه دي فاناتيك مظبطش معه ممثل دور موس أه يعني أنا شفت مقاطع منه ريد ليتر ميدي يعني مسحوا فيه الأرض يعني ما خلوش إشي على شوئت على جون تربولترا بالآخر لأنه أدول الناس بيعملوا تحليل وبتركوش ولا أي زاوية بالفيلم إلا ما يحكوا عليها فلما عملها محل للفيلم أنا كنت عم بطلع عم بقول واو يعني كأدول هدول أنا آه البودكاسترز واليوتوب والكونتينت كريترز بقدروا ين بقدروا مش بس ينهوا الفيلم بقدروا يقتلوه ويقبروا كل اللي اشتغلوا فيه يعني بفيديو تلاتين دقيقة المتابعي بيحضروا بفهموا يعني بيشوفوا ايش واقع ايش مناسب ايش مش مناسب يعني عن جد هيا انت هيا قديمة الفين وسبعتاش بس انه برضو هيا مثلا الناس اللي هيكي حاليتها صبوش مطلعي الحالات هادول الفانز يعني الفانز ايوه حلو كان في كتير حكي على الفيلم قبل ما يطلع عنه رح يصور فيه طاخ وهيكي لانه الفيلم تبع كريستفر نولان بادمان ايش اسموه بادمان ريتيرنز واحد منهم اصدق اللي تبع لسنة الالفين الفين و تبع كريستفر نولان الفيرجن تبعته اللي كان فيه هيت لجل هيت لجل ايوه بهذا الفيلم بفكر انه كان فيه واحد دخل على المسرح والسينما وقتل كتير ناس مزبوط كان حامر الشاشة مكلابة زي لجوكر حاطب عليه كان صابغ شعره لا ما كانش حاطل الماسك لا كان بس صابغ شعره وبعد التحقيق تضح انه كان عم بدور على اكتر مسرح مليان ناس يعني ما كانش عم استهدف الفيلم نفسه فهدفه يقتل قدش ما يقدر يعني هاي كان الهدف بس بعشرزك كان الاشي له علاقة بالفيلم ولا لا اسمه جيمس هورمز جيمس هورمز بالفين واتناعش بكلورادو شوتينج كان مش غلطان فات على فات على سكرينج تابعة وكان صابغ شعره مزبوط الزابط الاشي غي صار يعيد على نفسه كان صارغ شعره احمر يوميته اه لما حضروه الصحفية قبل ما يطلع على صار في صحفية يحكو انه هذي الفيلم خطير وفيه مقاطع اللي راح تحمس ناس تمسك سلاحه وتقتل وهيكا فكان في كتير هجمات صعبة على الفيلم يعني لدرجة انه اه كان في زي محطات ضخمة اللي تفوت بشكل مباشر ضد الفيلم يعني هذا كان اول مرة بشوفه بهاي الطريقة يعني انه فيلم بعده مش طالع وعم بهجمه عليه اه اه الاعلام الضخم هذا فمن جهة تانية عم بتطلع على اليوتيوبرز واقفين مع الفيلم بقوة كمان يعني مش شوي بقوة بالبداية كان في عندهم تحافظات لانه كانوا عارفين انه بتكون قوية مرة تفشى يعني ما كانوش عارفين انه هاد الاشي اه ما قلوش علاقة بالا بشكل عام يعني فلما عرفوا ان الفيلم اه مستقل والفيلم اه مبني بهاي الطريقة ولما شافوا انه اه عرفوا اكتر عن واكين فينيكس وعن تاريخه بالا بالسينما صاروا كتير يايدوا الفيلم وصاروا يوقفوا وصاروا هن يدافع على الفيلم بشكل قوي جدا يعني فمفكر انه هادا هي كانت اله كي بحكوها البيفت بوينت تبعت اله كل السيناريا ولا الفيلم اللي ادى يعطي نجاح النقطة المفصلية عمليا تنساش كمان انه الفيلم اه اه اخد نجاح من غير مساعدة الصينة يعني هذا الفيلم كان محرم بالصين اه لانو خايفين انه ما يكون في تشبيه فيه وتشبه الحكومة زيني عنده اه 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 عنده تحفوظات على الفيلم تحفوظات على الفيلم خايفين انو انو يشجع الفوضى وهيك Terrific السيناريو مبني كمان يعني مزبوط فاخده اه الفوضى بالخطة صارت بدون اشي اه لا مفتكرش كانت بفترة هونغ كونغ ولا قبل ولا بعد مش عارف بعد بعد هونغ كونغ هاي كانت بعد هونغ اه بعد حدا هونغ كونغ شفت شفت ناس بهونغ كونغ لابسين زي مقصاش بالأفلاو بعد مستمر الحركة هناك تبنوا شوي من من شو اسمه من اخوكين يعني من دي جوكر الفيلم الحركة اللي هناك انا شفت شفت مشاهد كتير مروعة يعني شفت واحد حرقوه وهو واقف قداما يعني بس صعب بتجادل فهالاشي ممكن يطلع من السيطرة مالوش علاقة بالفيلم مزبوط مزبوط المهم يعني يعني هتنقول بعد بعد في ايش نحكي عن اه قبل الفيلم يعني عشان هنفوت بالسبوليرز احنا ه ه ه ه ه ه ه ه تاع ما نقول انه اه está Legoيف ليل relaxation في مقطع في ذكرت انتي هيث użyصوا ليجي هث לקجير هبهر عاذا هيث ليجي همители هذا رائع سنفوت ايه هم haddas من ام التلقاء اه ومؤسف ومحزن جدا أنه توفى وانتحر بعد بعد التمثيل والفيلم باكم شهر يعني فيه شغلة غريبة إنه كتار إذا أنا نحكي شوي عن التاريخ طبع من شو اسمه أول واحد اللي مثله بالستينات اللي مثله بالستينات سيز إزار روميرو سيزار روميرو يعني اللي مثله بالستينات هذا سيزار روميرو كان دور كتير فكاهي بالبداية كان بني أدم بضحك وبعمل مقالب وبضحك وأخ أنا ما لحقت إش هذا هاي الشخصية بعدين إجا في عندك هيتلجر وقبل هيتلجر أبل هيتلجر كان عندك جاك نيكلسون اللي هو من فيلم جاك نيكلسون من التمانة وتسعين اللي مع الضحك الغريبة اللي كانت كتير 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 يعني ايكونيك للجوكر وضلت معنا على مر السنين كجزء من من تصومه للجوكر بضحك لأنه كمان بضحك كان فيثفل للكوميكس لأنه نعم كان كتير فيثفل للكوميكس وبتشوف إنه مثلوا بشكل إنه و يعني إذا نريحك عن كيف كان تمثيله لذي جوكر جاك نيكلسون جاك نيكلسون كان تمثيله لدور الجوكر كمجرم مجرم ذو حس فكاها يعني جاي ينكت الجوكر اللي كان اللي ماتل فيه جاك نيكلسون كان قبل ولا بعد ماتل ما بعرفش شو حتى نفحص حتى نفحص يعني جوجل يعني مش فاهم لاش مستعملوش اه جوجل بساعدنا والله ورات باتمان مع جاك نيكلسون بالتسعة والتمانين The Shining كان بسنة التمانين اه بعد ما متل The Shining يعني بعد ما متل The Shining فمن هناك أخذ ايوه فكان دور كتير مناسب لإله كمجرم لمع مرض نفسي Psychologically ill وضحكته زنخة ولئيمة سنة شوي مين كان باتمان ب ايش اسم الفيلم اللي كان باتمان الأول باتمان مايكل كيتن مايكل كيتن اه مع كات وومن والبينجوين ايوه بس انا تعرف بعدي الذاكرة يعني نصة مختفية لانه مش ذاكر جاك نيكلسون بالفيلم انا ذاكر البينجوين ذاكر كات وومن كان كان قسم كتير مؤثر رمح دكتونا خاصة البينجوين والأواعي الضاحكة والملونة تبعت للجوكر واتقد انه يعني الاشي كان اه زي ما تقول صار صار جزء من سلالة اية واحد يمتد الجوكر انه في الالوان هاي الصاخبة الغريبة الضحكة مع انه بافلام لاحقة مكانش يتحك بالمرة وانما كان بالفيلم هادا الاخير مكانش يتحك بالمرة بالفيلم الاخير مكانش يتحك بالمرة وبتتبع انه الابتسامة مبتذلة وبالقوة رسمها رسم انه عشان يبين انه عم بضحك وبشو عم بضحك شايلة بعكس جاك نيكلسون اللي كان بسنة التسعة والثمانين كان يستخدمه ادوات عشان يرفعوا الشفة تبعته يبين انه يتبتوها انه يبين انه عم بضحك كان كتير كتير اشي نعم غريب انا مش ذاكر جاك نيكلسون بالفيلم شايلة يعني الاشي راسخ بالذاكر عندي على باتمان اه البنجوين اه اما ليش مش ذاكر جاك نيكلسون متذكر حركاته بالفيلم بس مش نتذكره ككل يعني بعرفش ليش كنو معجبنيش كشخصية مع انه صار كتير ايكونيك بكل محل هاي الشخصية كان جوكر اه بس مش جاك نيكلسون جاك نيكلسون تذكره من افلام تاني في له افلام اكتر اه اهم اكبر من انه طبعا مع انه كان رائع بي براتمان يعني كمان الحق يقال اه 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 الجوكر طبعا قبل عشرين سنة تلاتين سنة والجوكر طبعا اليوم شتان يعني فرق كبير جدا 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 الجوكر اللي عم نحكي احنا اليوم هو فيلم اه اه بيفوت بأعماق السيكولوجية تبعت بني ادم اللي هو منبوذ اجتماعيا ويعيش على هوامش المجتمع اه كيف تتطور شخصيته بفوت بغوص بعمق شو بجول بخاطره لهذا البني ادم اللي بكتشاف انه كل اللي كان مفكره لحديث قصة انه كل المجتمع عم بيكذب عليه كل المجتمع عم بيحاربه كل المجتمع مش طايقه وبتمسخر عليه فبصير حتى بسخروا من ضحكته اللي هي حالة بالفيلم يعني اللي هي حالة اه مرض يعني مزمن عنده او بعشنا سنسميها حالة مرضية او مرض ولكن انه حالة مزمنة عنده انه هو دايما لا يسيطر على الضحكته وفي امراض عن الشكل اللي فيها الضحك غير لا يمكن تسيطر عليها الضحك غير ارادي اه اللي فيها خلل يعني خلل عصبي اللي بيخليه يضحك بخليه يضحك بيخليه يضحك بيسمى مرض الضحك مرض الضحك بقولولك يعني الضحك من غير سبب مللية الادب اه ممكن قاله توريتس يعني مش توريتس سندروم اه في يعني اه وعبارة عن حالة منه من نوبة ضحك او بكاء مفاجئ اللي بقدرش يسيطر عليها البني ادم اه ما اظنيش انه توريتس سندروم يعني لانه في توريتس سندروم اللي بيسبو او ازا كان بتحكينا على كلمة معينة خلص بتعالق معهن لربع ساعة اه اه بسموه بسطو بولبر افكت بي بي اي اي اموشنال ان كونتنس كونتنس منس اشي من منها ازاي اه او باللغة العربية التقلق للعاطفة عدم التبات الانفعالة الوجدان البصلية الكاذب او العاطفة البصلية الكاذبة سودو بولبر افكت بي بي اي اي وهذا مرض حقيقي الناس والجوكر مصاب فيه وهذا كمان سبب انه نبوذ وحالات اجتماعية انه اقصاءه من المجتمع بالاضافة بالاضافة للتفاصيل تبعت الرواي والفيلم الحبكي تبعت الفيلم اللي بيخوصوا بيخوصوا فيها بكل الاحداث اللي بتصير وعلى فكرة فيها اذكر لباتمان على الهامش يعني ندف صغيرة كواحد اثرياء المدينة اه 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 انا نحكي على سبويلرز ده نفوت سبويلرز اه خلصنا خلص خلصنا يعني حكينا اللي علينا انا كنت بدي احضر كمان زي انذار كبير على الشاشة بس فقت يعني اه لا بعد اثا بنفع اثا بنفع اثا بنفع نحطها وتقول اثا نفوت سبويلرز نحكي على على الفيلم على الفيلم على الفيلم ونغوص بأعماقه طيب حط اه ايش اسمه انا بدي احط انذار اسا اه اعطي سبويلرز 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 يا عمي حضروا حالكم اه اه هتنشوف يعني اسمع اذا بد اجي اعطي انا انا علامة لجوكر او جوكر كيف هو اه مكتوب بالحقيقة اه انا شخصيا بعطيه عشرة من عشرة الفيلم رائع بكل ملكم بالمعنى عشرة من عشرة هاي مش هوينة انا متى هاي عشرة مش هوينة بالمرة ولكن الفيلم ببكيك وبضحكك وبخليك تنفعل بنفس الوقت يعني بتمرق على مرة الفيلم بكل انواع الاحاسيس بخليك تتعاطف مع مع الشخص هذا اللي اسمه اه اه ارثر اللي هو الجوكر عمليا و اللي انت يمكن يمكن اليوم اذا بتشوف بني ادم عن الشكر بالشارع ولا بتطلع عليه بالنسبة لك هو مش موجود هو غير قائم ولكن بتشوفه على شاشة السينما بتصير تقول ايه عن الدنيا كيف احنا اكم جوكر من امرق حد بحياتنا ومنشوفينش اكم جوكر بيعيشوا حوالينا واحنا مش حاسين عليهم اكم من واحد حوالينا بمرق بحالة مرضية او بحالة احباط مزمن مزمن واحنا بنعرفش فيها طيب هاي برأيه اهمية الفيلم اللي اسمه مش بس اية فيلم هاي اهمية السينما هاي اهمية الافلام انه تخليك توعيك على شغلات اللي انه مش وعيها وعن طريق انه ترويلك قصة انه تفرجيك القصة وتمرق انت بتصير تمرق بقى الفيلم بعدة حالات حالات تتعاطف مع الفيلم تتعاطف مع الشخصيات اللي فيه ممكن تحبه وممكن ما تحبش ولكن الهدف الاساسي من السينما الهدف الاساسي من اية فيلم تحضره وانه تطلع مع فكرة معينة مع افكار معينة مع ايشي تطلع مع ايشي غيرلك تفكيرك مع ايشي اللي يقولك طب شو هيك شو مع هاي شو مع هاي وعلى فكرة يعني برأي اسم البرنامج كتير رائع يعني لانه احنا بنحكي عن افلام عن مسلسلات عن اي عن شغلات اللي بتخليك تفكر والافلام المفروض تتخليك تفكر اه يا بدلت بدلت بس احطها يعني عشان ما يكونش في اي حجر يعني خلص اه الكل يعرف الكل يعرف بسا نغوص بصلب الموضوع تعال نغوص بصلب الموضوع يا يو يو يا الله تفضل تفضل شو تيابا اه 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 ده بلش فيلم خياة بلش اه تعرف وين اه سنة شوي كان بم بالميك اپ روم مظبوط باللوكر روم باللوكر روم بغرفة تبديل ملابس تبعد شركة اه شركة اللي بتوفر خدمات المهرجين ايوان مهرجين مهرجين وبهلونات لا اي تشاركات تاني مختلفة بجوتهم ستي اه هو بنشوفه قاعد يتمكيج ويرسم حاله يرسم اه يحط حمرة على تم مش حمرة بالالوان هيك باستيل الوان باستيل على تمه اجرب احط الفيديو هدا اه على اساس انه اه اوقف على الفريم بالضبط انه ممكن احط اعمل باوز على فريم معين يعني ويكون صحة صحة لا 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 خد وقتك خد وقتك اعم بحضر ام يعني بالمشهد الاول بتشوف الجو كرام ببكي الدم عبتنزل عاينه بيحكي انه هو حكس انه مش رايحه ولا ما حاله. فهون البداية. هون بداية الفيلم. ازا بحطه على ميوت بظبط فكرك? لا ما اظنش يا رجل. لا لا. طيب. انا بدي احط. احط فريم. احط فريم معين. احط فريم اوكي. انا احط السالة فريم. تصلحوا شوي بس. اه ميديا بلاير. نظبط بس الحجم. انه هنا اعملت شوي تعديلات وما اعملتش حساب للتعديلات اللي عملتها اسا اخر اشي. طيب كيف الا. سوري اه بعد نجديد بها هي الشغلات. بعدك جديد على على. لا مش بعد نجديد بالجرافيس. بعدين جديد باللايف شتريمينج خاصة انه عم بعمل عم بحكي عن الموضوع ومنفس الوقت عم بركتب. وبرنامج جديد كمان برنامج. بزبط. اه فا ايوا. امرة جايب اكون جاهز اكتر بس اه سوري. ايا هيا. لا لا بسيطة بسيطة. بسيطة معذور معذور يا الله. اوكي. هايا اه فريم الاستابلش فريم الاول تبع الفيلم. انا بعمل بس شوي بوقف بعمل شوي بوقف مش رح اكمل كل الوقت بالفيلم. بس عشان يكون فيه كاكونسكت نقدر نحكي عن عن نعمل فول بريك داون للفيلم. احنا شايفينه هون عم بعمل الميك اف. يعني وحلق اللي عجبني بهاد الفريم انه اه بتشوف اول اشي بتشوف هو شباك لمنطقة يعني شباك الهو ببروكلين واي. بجوتان؟ يعني اوكي. اللي بيطول على المدينة. بس الحقيقة هي بروكلين. اه نيويورك. نيويورك. فبتشوف هنا. هي كل قصة يعني مقودة بمدينة جديدة تشبه نيويورك يعني معروف انه بالكوميكس مثلا. كل الديسي كوميكس كتير تعتمد على نيويورك على مدينة نيويورك. اه ان كان وكتير من ابطال كوميكس بمتلو فيها يعني ان كان سبايدر مان ولا غيره وقراته. اه. فكتير كتير باخده من الواقع اللي موجود بنيويورك. كتير متأغرين. الناس اللي اشتغلوا وعاشوا بمدينة نيويورك. اه. وانتجوا بنيويورك. اه. يحاكي الواقع. الزابة. ساعة نقول تبعها المدينة. هذا مشهد البكة. هذا من اعظم المشاهد اللي شفت انا برأييه. اه. اه. كل المقطع هذا. شوف انه المهرج قاعد عم بعمل ميك اوب. وازا كان بتلاحظ بالخلفية في عندك اصوات عندك اه. المناوشات. المناوشات بين المهرجين. وعندك كمان الاخبار. كل الاخبار ازا بتلاحظ من اول فيلم الاخر فيلم كل وقت اخبار بائسة اخبار عنف قتل اه فساد كلها الشغلات. كلاتها. سبت ايش تعرف ازا هاد الاشي اه 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 صدى براسه او ازا كانه بقلب الغرفة نفسه. انه بفكر انه هادا اشي من التنين يعني انه وهيك عايش بهذا الوضع وفات لدماغه يعني هادا الاشي من ناحية انه اؤثر عليه بشكل سلبي. تعال نحكي هيك انه اه الواقع تبع نيويورك اه بالاربعينيات وطالع. كانت مدينة فيها كتير عنف كتير جرائم وكتير اجرام. فكل البداية سلسلة الكوميكس باتمن وبداية ظهور دي جوكر كانت محكامة معينة للواقع اللي عاشته مدينة نيويورك بالاربعينيات وطالع. اه 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 احنا احنا عم نحكي عنه انه انه فترة زمانية. اه 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 بالاربعينيات كانت المدينة كتير يعني شي مرحلة يعني الاخد اكتر كاريكتريستيك اه اكتر صار ليش اكتر اه 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 يحاكي الواقع بسنوات السبعين بالسبعينيات كانت نيويورك مدينة ما فيهاش اه اه يعني ملاني عنف ملاني اجرام ملاني اه اه نسبة بطالة كتير عالي ناس قاعدة بلا شغل بتقبضش. وعلى فكرة اشي واقعي ما خصش بالفيلم. ترامب بعمل مصرياته بانه شرع مشاريع سكنية فاشلة او اه بيستغل انه الواقع الاحباط طبعا المدينة بالسبعينيات ستينيات والسبعينيات واخر السبعينيات اعتذر لانه يطور المدينة ويعمل مصرياته. هيك يعمل المصري دونالد ترامب. اه عب كتير بيشاب هو شو اسمه اه 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 وين اه شو اسم بروس اسم ابو لبروس. بروس وين. لا. اه? مش بروس وين ابوه. اه. توماس وين. توماس وين. توماس وين. هو الا اه بحكوها الا الانتاجونست. يعني ايوه. ايوه. اه. لا هو مش الشرير هو وكانه الشخص المنيح يعني بالفيلم على فكرة هو مصورين وكانه هو جاي مترشح للرئاسة البلدية وجاي ينقذ المدينة. بس القى بس بس اه وصف المدنيين بايش وصفين? الرعاة. بايش بالرعاة? رعاة رعاة. ايش يعني? ام. يعني. يعني ايش فقراء يعني? اه 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 همجيين. همجيين اه اوكي الناشي. نوعا ما. اه زي النور او ايش من الشكل اه? ايوه. فهما اه اه بعش وانت ذكرها بس اه الاعلام اه زكرها. بعش ازاي كانوا حكاها شخصيا بشي مقابل. هي اه انو كومون بيبول بوبيلوس موب. اه. كمان هي ايه ايه تكلمة تستخدم للرعاع بالعربي. الرعاع. اوكي. رعاع. اوكي. اه. 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 انا في المقطع هذا الاولاني. اه بيكون. اه احنا تمام. ماشي. لعد اه بيبس ايكا بانط من منطقة لمنطقة. ايوه. هاي هون المقطع لما يصر اوله الا. لما يصر اوله الا. اللافتي. اللافتي تبعته. ولما بال بالزوريب. وبنزروا فيه خبط بالزقاء اللي انتي من. مأساوية. مش بس مأساوية. اه الشخصيت ضعيفة. اه بتلقى ضرب و اه اه مبعرفش كيف يدافع نفسه. مع انه يعني ببني ادم متمكن يعني اه بدنيا بقدري بقدري يدمرن الولاد بسهولة بس اه بفكر الادوية اللي بيخدها بتبني تبني له شخصية قابلة للضرب. شخصية مهزوزة بسموها. مهزوزة اه. شخصية مش كلها. انت انت عم تتمر عليها عرص. عبا لابا عبا لابا عليها. قابل للضرب. بس ايه انه طلع الادوية الادوية بتبني يعني في حالات معين الادوية المفروض تهدي. اه مفروض تهدي الادرينالين بالجسم تهدي الوتيرة الطاقات بالجسم. من ناحية ثانية مرات بكون لها تأثير مختلف. لانه اجساء مختلفة في ناس مختلفين. فالتأثير هدا يعني ب يعني متلا بدلا ما يكون التأثير انه يهد البني ادم يخلي ضعيف جدا. بس تنساس من ناحية تاني شخصية دي جوكرز بالمقطع اللي وراه بيكون يحكي مع مع العاملة الاجتماعية بتشوف انه يعني هي عم بتقوله اكتب. تكتب يومياتك بقول لا بكتب بس انه بتشوف شو افكاره لهذا البني ادم. بتشوف افكاره. ايوة ايوة بهذا المشهد. يعني ده اقول لك ايش ايش حسيت هون بهذا المقطع. يعني بالبداية الفيلم لما بلاشت احضره. شفت شفت الخطة هاي بوجه مئة الف مرة بالتريلرز. لما ليحقوه وضربوه. انا بفكر التريلر هي صح انه بتجيب شو اسمه. مشاهدين. بتجيب مشاهدين على الكراسي. بس بنفس الوقت كمان بتخليك تقول لما تحضر الفيلم تقول ايوة شفته يلا يلا خلينا نشوف شو المشهد اللي بعده. هاد اللي صار معي لما بلاشت احضر الفيلم البداي. فلما فتت على المقطع هادة تبع لما كان يحكي معها. فهذا اشي مش موجود بالتريلر كان موجود بس ممكن كلمة واحدة كلمتان يعني. فبلاشت اتهنى بالفيلم من هون من هاي اللحظة. لانه ايش ايش ما احترتوش. ايش جديد. ايش نيو. فلما شفته يبلش ايضحك. وبنفس الوقت بتحس انه انه اه روحه عم بيحترق من جوه وهو عم بيضحك يعني يعني بتحس المعاناة. المعاناة تبعته بالفيلم. المعاناة هون اول ما شفته قلت يعني هيك بخلص دغري اه اول شي انا كل احترام لهذا المنتل رائع جدا يعني اه كيف بوصل النتيجة وانا عم بتحضر عم بتشاهدت الاشي كان رائع جدا هنا انا لما كنت عم بحضرة بقول واو يعني بدك تشوف اكتر بدك صور بدي اشوف اكتر بدي اتابع بدك اشوف شو بدي حكي بعدين شو الجملة هي راح ترد عليه يعني هل راح تكون ساكتي كل وقت هل راح تكتب له الورقة عشان يشتري يروح ياخد الادوية وبس ولا بس ولا عندها اشي عاطف بده تعطيه ولا هيك فهونا صار في عندي ارتباط بالفيلم صرت احس انه بدي اكمل بدي احضر انه بالبداية ما كانش عندي هل قدي اه مكنش هل قدي حابب اكمل بس قلت اه بل كيكون في اشي مميز ومن هون بلش عندي هل الفيلم اه كانوا يحكوا عن الوضع الاجتماعي الصعب لهم مستقيم Rusht شak عليه وهوا البس اتأكد على غلقه يعني بتقول له هد الاشي مضبوط لا تعال نحكي الدغري انه الفيلم كله محطوط باجواء سلبية اجواء اللي بحكي عن اللي بتحكي عن محبطة اجواء محبطة للامال اللي ما اللي الواحد يعني الفيلم هدفه كان انه يفوتك على عمق تبع شو بحس هاي شخصية كيف هو بيشوف العالم ممكن العالم يختلف العالم مش هيك ولكن كل الاجواء بالفيلم هدفها اتفرجيك العالم من وجهة نظر الشخصية المركزية اللي هو بهاي الحالة عشان تخلق التعاطف تبعك معه وبرأيي نجحه بشكل رهيب الفيلم كله رائع انا ايه كمان شغلي بدي اضيفه السينماتوغرافي بالفيلم يعني رهيب جدا كل فريم حاسس انه انه المخرج والسينماتوغرافر عاملين حطين كل قلبا على كل فريم يعني بتشوف الالوان الاضاءة اه اه زاوة التصوير المشهد المشهد كيف بيجي واحد وراء التاني اه اه حلو جدا انا حبيته حبيته الفيلم اه مش عندي نقد يعني صراحة كتير في اشياء ممكن يا واحد يعلق عليها بس اي بتكون يعني ملهاش كتير تأثير يعني اه يعني مثلا اه ممكن نقول انه اه حسيت وانا ما حضرتش الفيلم اه تاكسي درايفر لروبر دينيرو الفيلم القديم تابعه من احسن الفيلم ان عملت يعني بس كتير بيحكوا انه القصة كتير شبيهة فيها زي اوماج يعني انه اه اه تكريم يعني لفيلم تاكسي درايفر من ناحية مضمون ومن ناحية اه اه سينوتوغرفي و كاركتر اللي عملوا اللي عملوا مارتن سكورسيزي مارتن سكورسيزي انه اذا الفيلم فيه كتير كتير شبيهة كتير شبيهة يعني ايوه بيحكوا على قصة الشخصية انها بتعيش بأصعب حالات باقتصاديا واجتماعيا وعنده بدايكسي درايفر انه بيشتغل بنفس الشي زي وعلى فكرة هذا تأكيدا لكلامك قبل شوي حكينا انه الفيلم ممكن نضعه بياخد تشبيه من سنوات السبعين الجانح الجامح في نيويورك نفس الاشي لانه الاجواء تبع تلك الفيلم كتير مشابهة كمان الفيلم اللي عمل بأواغل سنوات السبعين اللي حكينا عنه اللي هو تاكسي درايفر قبل شوي اللي انت عم تحكي عنه هو يعني كتير بتأثر منه فعشان هيك اللي كان للاجواء اللي كانت سنوات السبعين بنيويورك مع انه بتم من ناحية اذا نحكي عن الموعد ما فيش موعد دقيق للفيلم او وقت دقيق للفيلم بمدينة جورتهم يعني مش مكتوب مش معروف اذا كان اربعينيات خمسينيات ستينيات ثمانينات ولكن كتير شبيه بالحال اللي كانت الحال النفسي اللي كانت الحال اللي كانت تعيشها في نيويورك في اواخر السبعينيات واللي فيها بتم احداث فيلم تاكسي درايفر اه تبعه على فكرة يعني وتوصف اليوم بانه كانت صدوم وعمورة تبعي الامريكية باداك القرن يعني اه اه انا رجيك شغلة ايوه على فكرة على فكرة اه لا هاي الكارت اللي بيعطيه لكل واحد لما لما تنصدم منه بقدرش يحكي فبيحط هذا الكارت عشان يشرح لانه لانه بتصيبه نوبة ضحك غير غير بدرش يسيطر عليها ايوه وحكيت لك قبل شوي هذا مرض معروف يعني حالة مرضية متعارف عليها ايوه لما كان بالباس وصارت معه الهجم هاي الحالي يعني ف اه اه ننتقل الى اه هاي هذا هذا السين اذا كانك منذكره بس في قبله في قبله السين اخو شيلن اللي انت ممكن ما انتبحت اللوش النقطة اللي مكتوبة بالدفتر اي هوب مي لاي مي لاي مي لاي مي لاي مي لاي وكتبه سينت سينت وكأنها يعني مصاري وقصده سينت انه ممكن موت يكون اكتر اكتر المقصد فيها سينت انه بس كتيبة سينت هاي النقطة نقطة كتير كتير سودة كتير سودوية كتير ظالمة نعم تقدر تشترح يعني ليش ليش ظالمة في ناحية ظالمة من ظلام لا لا انا فهم بس يعني ليش من ناحيتين من ناحيتين وبالناحية بحاول يحكي انه انا وضع المادلي صعب بتأمل انه مماتي يجيب اكتر سينت مصاري من حياتي انه يعني يكون في غناء اكتر مماتوا من انه في حياته وبمناحة تاني انه يكون اكتر منطقية بمماته من انه بحياته لانه هو يعيش كمان وانا قصده انه هو مش شايف اي منطق بحياته ومش شايف اي سبب لا يعيش هو هون بحالة سؤال وجودي وتشكيك وجودي عميق انه مش عارف شو ليش انا عايش العالم كله هذولات عم ضربوني وهدولي عم بعملوه وهاي والعالم كله خربان شغلي اللي بربحش منا مصاري زي ملازم بعملش اشي وش لوين انا رايح وناس غنية وناس فقرة وفقر مدقع والحياة احباط فكل الاجواء هو بيجي هذا السؤال اللي بيسأل ليش انا عايش واعتقد انه اه لما واحد بصل لحالة من يسأل هذا السؤال يسأل هذا السؤال وهو بحالة احباط رهيبة لهذه الدرجة اه الاشي ممكن يكون له عواطم مدمر زي مرة راح نشوف لقدام بالفيلم ام وراح نشوف لقدام بالفيلم شو بيعمل الجوكر عمو جوكر كمان يا حطتنا الكلمة في تحت كمان اه اماجين يور يور هور لايف انز انا سايد وووك يعني كل كل كتاباته يعني سلبية لاشي كبير ورهيب طلع انتي منت بها على ايدي اذا ما عاشي اذا كان اشي مقصود بس يعني حيث كمان الجلد عنده مرهق على الاخر بفكر انه لما طلعوا منه ينزل بالوزن يمكن هذا الاشي كان النتيجة يعني بس انه عمل اه كان له تأثير كبير هذا الاشي على فكرة يعني بعشي اذا هو عم بيحاول يكون اغوني بداية يعني بهذا المشهد وبحكيلها للعام الاجتماعي انه انا هدفي انه اصير كوميديان ومثل ساخر كوميديان يبني كرير عن الشكل وبعشي اذا الاشي مقصود ولا لا لو قدام شو يصير مع لا هالقصة معروف كيف امتهت يعني بتفكر انه الاشي ممكن او انه انه هاي الجملة كنكتي ولا لا انه كل نكت تبعت كتير ظلمية كتير صوداوية كتير يعني بعشي كيف اوصف لك اياه هذا الهيومور دارك هيومور بقولوله دارك هيومور لدرجة انه مؤسف بصل لمرحلة بالاخر لدرجة انه بيصير بيبك بطل يعني يضحك شيلي ولا بأي تشكل من الاشكال هذا المسهد هذا المسهد لما بيطلع مع موري مع موري اه بالحلقة بالبرنامج عصدك لما لما يطلع لما هاي اول اول ما هاي بالبداية لما يكون انفصام شخصي او اه بيكون مشاهد هاي لا هاي بتخيل له اول 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 تخيل اه اول اول لحظة احنا انتبهنا انه عم بيفوت بقلب افكاره عم بتخيل اشي كيف هو بده كيف هو بتصور وكان عم بيحضر مع امه البرنامج اه بس انه انتقل الموضوع لانه هو بقلب البرنامج عم بيشاهد وصار يشارك بالخيال تبعه اولا لا يعني اولي بيبدأ يحكي اه بيبدأ يحكي انه هو بيحكي انه يعني بيحكي الواقع تبعه يعني على لسان موري بيحكيه لقصته انه هو انت اصدقى لسان موري يعني انه in his own thoughts يعني اه his own thoughts بشخصية الشخصية المفضلة عليه هي اللي بتلفزيون هي اللي اه هي اللي بتحكي شو هو بيختر بباله شو هو اللي عم بيفكر فيه بهذا المشهد اه انا عم بيحكي كل من تعرف فيه يعني بتشوفوا انه عم بيسأله اسئلة وعم بيجاوبوا بكل ثقة ايا براسه عنده يعني بيحكي له انه انا بساعد امي وانا هيك وانا هيك وانا هيك والناس بيزقفولوا وهو بيمدحوا اه كل السيناريو اللي بتخيلوا براسه يعني وبيجاوب كمان على السؤال الوجود الاول ليش انا موجود هون اه امه بتقوله ايا انا موجود هون عشر الضحك الضحك والفرحة على الناس بهذا المشهد بالضبط هذا المقطع فآ الناس اللي كانت تعطيه معنى للحياة انه يهتم بامه كل اشي فجأة بيلاقي حاله انه هو خانته وهون تبدأ اعتقد التحول الاساسي تبع هذا الفيلم هي هون بيبدأ الجد تعي نقول انا شوي انتي نطيت شوي هنا بالقصة اه نطيت شوي بالقصة بس صح بس اعتقد انه هادا المشهد كتير مهم وبنتم باول اول ربع ساعة من الفيلم اول عشرين دقيقة وهوم بيبدأ يحس التغيير فهذا رأيه كتير مهم كتير مهم انه نحكي هاي الشغلة اه اه سنوصلا اه 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 افكرت بس بالبداية يعني تشوف المشهد هادا اه لما يعانق اه شو اسمه روبر دينيرو ايوه موراي الشخصية المحبوبة عليه ايوه وهنا الوجه الابتسامي تاعته حلم اللي عم بتخيله براسه مادم ننتقل له هاي الصورة هاي انا دايما كنت اشوفها بالتريلر بقول ايش هادا يعني يعني اوكي هادا واكين فينيكس بس مبين زي زي جولم يعني اه 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 شايف كيف يملوها انا مش فاهم كيف هادا جسمه هادا هادا لا هادا مش جسمه غاك تقولي اه هادا ممثل اه اا ام لا في مكتياج للجسم لا في مكتياج للجسم هون عشن يفرض زاوت التصوير عشن تعطي ايحاق انه هو جسمaissecase اه طبعا. مش بها شخصيته كمان جسمهم مشواه وعلى فكرة بعدين منكتشف ليش جسمه مشوه بمرحلة اكتر متقدمة لانه مرته كان امه كانت ربطيته بشي مرحلة للرادياتور كانت تعزبه اه كانت تتركه والفلسيين لقوه اكتشفوا انه هو مربوط كولد مربوط للرادياتور وهون الحالي وهون كمان بكمل ايش بيسموها هوني بكمل اكتشاف لكذيب تبعد مشاكل نفسية كمان ايوة هي بحالها ونقلتها لابنها وبزيادة حتى اه انه كل هذا الاشي اني عارفوه شن البداية يعني انا الاشي اللي كنت اه 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 يعني اللي ايش تحكي لك الايش اللي كنت اه حبيته وانه انا ما كنتش عارف انه هي هيك امه لانه ما حداش فسد ليها وما شفتاش بالتريلر ولا عرفت ولا ايش يعني انه لما لما بالاخر لما شاف اللتر وعرف ابن مين هو اه هتنقول حسب كيف هي بتتخيل كمان هاي ما عرفتاش وكانت واو يعني انه بتعرف هاي الاشي يعني 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 بيكون هو اه شو اسمه عديله بيكون هيكة بيكون تاره بلش تفوت على هاي الزواجة ازا كان على الاشي اضع مزبوط ازا كان على الاشي مزبوط يعني انه باتمان هيكة بيكون يعني بروس وين بيكون هيكة وبيكون اه اطر هيكة بتبلش تتفكر بهاي الشغلات بعدين بالاخر بيهبطو لك كل امالك بيهبطو لك يعني بيجي اه شو اسمه اه توماس اه وين ايوة وبيلغي كل الموضوع فبتحس انه اه اه هيك زيك انه يعني انه يا الله لو انه الاشي مزبوط وتعرف وممكن يكون انه هو اخول لباتمان يكون اخول كبير اه 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 بيجي توماس وين بفقع له هالفقاعة هاي اللي كانت براسه الفكرة انه وكأنه هو ابن وبتعرف بهاي اللحزة انه لما كان يقول له انه انت ابوي وانت ابوي وانت اقول له ابو امك مجنوني وهيك وهي وانا كنت بهاي اللحزة واقف مع اه جوكر بقول لا لا انت ابوي انت ابوي يعني انا بدي انه يكونوا اخوي فاهم كنت حابب بالفكرة ان يكونوا اخوي كان في اشي لذيذ فيها انه اه تعرف بيعطي طعمة اخرى طعمة اخرى للقصة للقصة والقصة عفكرة بين جوكر وباتمان اذا نحكي هي صراع بين الطبقات صراع بين الطبقات طبقة الغنية طبقة فقيرة مهمشة عفكرة اه وين توماس وين بناديهن مهرجين كلونز كلونز مش رعا اعتدر كلونز فبالفيلم فساعتها بتعرف انه يعني وكمان بيحكي عنه هون انه هو كلاون شغلته كلاون مش مجرد اي شغلة تاني يعني هو التيبيكال كلاون بني ادم مهمش طبقة تحت اللو متدنية مستضعفة اه الناس مش بتطلع الاغلبية الناس مش بتطلع عليه اه هويا يدوسوا عليه وفي عندك الغنية اللي بتعو بفكروا حاله اني نحسن من غيره وانه اني اه طبقة علية مسيطرة مش بس من ناحية اتفصادية ولكن ايضا من ناحية اه سياسية وعلى فكرة الفيلم فيه كتير كتير تقارب بين السياسي عالم السياسي صراع الطبقات وبيحكي عا هذا الموضوع وبين العالم اللي بنعيشه اليوم يعني زلنا نجليش نطلع اللي عم نعيشه اليوم احنا اليوم في عندك صعود للبوبوليزم الشعبوي بالعالم وطبقات المسحوقة عم اه عم تنطفض شوي فيه بمجتمعات اه اجنبية من نوع اه مختلف عم بيصير ايسا فا اذا بدك تحكي على هذا العايززاوي عندك اذا نحكي عايززاوي الشعبية الحقيقة مع الستة ديوو ويحكي حاكي هذا الواقع يحكي هاي الشغلة لما بيجي بقولك الجوكر بتحول الـ 99% ايوه الجوكر بتحول بالفلم الجوكر بتحول محرك لحركة بالضبط ضد السلطة الحاكمة ضد الغنيا الحاكمة. هو يعني بعشو انت بالزبط صارت بس بفكر انه حتى من مرة زكر انه هو مش خاص بهاي اللي عم بصير حوالي يعني صارت بالزبط لما بلشوا يحققوا معه كمان انه مزبوط صار يقول انا ما ليش دخل بهاي الحركة وانا مش هيك او انا مش هيك وانا صاح مهرج بس انا ما ليش لانه كل الصدف اللي بتصير انه هو اللي بلشها بس هو بتدوش هاد الاشي يعني اه اه هتنقول مش هادة كان الهدف تابعه ولكن فادته فادته لما هرب من الشرطة بالمشهد بواحد المشاهد اللي هرب من الشرطة بالسابوي مش هاد بيصور انه كان في اه انه كان في مظاهرات بس ما كانتش كانت مظاهرة مظاهرة اه 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 هيكا جينيريك يعني انه الناس مش مش طيقين الوضع وبدين تغييروا هيكا بس لما هو اه اتل اول اه 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 اثرياء بالسابوي والشرطة اه طلعت اه تفاصيل المنفذ انه هو مهرج اه 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 صار كلي اه اه يعتنق لباس المهرج و اه اه لانه قتل مش 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 حيال لطلت اشخاص قتل قتل رؤوس اه شسمه رجال اعمال اه مش رجال اعمال بروكرز اه ايه تجار بالبورصة هدول 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 اه بالزبط هدول هدول مصصين هدول الناس ايوه اه شسمه مصاري اللي بمثلوا ايوه هدول وعفكرة هنه بالفيلم كمان بتنمروا عليه طبعا ايه وعشان هيك هو بالاخر طلعن وهده الاشي بطلع على العالم وبكل بساطة يعني عمليا بيجي بطلع ضد ضد المتنمرين هدول ضد الوحوش هدول اللي مسيطرين على المال والأعمال مفاكرين كل شي بيقدر يعملوه ويستغلوا البشر المستضعفين الطبقات التانية الطبقات الأضعف منهم بأي طريقة تحلوا لهم وعلى المستوى الفلسفي وعلى المستوى الاجتماعي ويتمسخروا عليهم زي ما احنا شايفين بالمشهد هون قدامنا يعني هذا هاي رأي واحدة من اهم المشاهد بالفيلم ايه واني لما ببدأ يضحكوا ببقى طريقة يقدر يسيطر عليك طريقة يسيطر على حاله واني كمان كانت وقف شوية وقف المشاهد شوية انت بيه انه في وراه ايش الصورة اللي وراه لعبة فتبال اه اه انه اه اوكي يعني ازدك كل هدولة الشبيبي اللي بيكونوا بنادي الرياضي كلها البوليزي يعني هاد المعصاد ايوه هون فيه تلميحات معينة من الثقافة الامريكية اللي شفناها كتير بالسينما الامريكية كمان كتير على مر السنين ويا حيني كمان هوني بوليز هون بتبلش الضرب ايوه هو بيحاول يقاوم بس بالاخر بوكو لهواي فيعني ايال يعني اوكي هونونا بلشت كل الحركة تاعتو انه ب غير ما ارجي اكتر من لازم تفاصيل يعني على اه بدون بدون ما نخوض تفاصيل اونا درافيكس على الاخر ف اوكي يعني هنا عم نحكي احنا ب كرنولوجي كله على الفيلم عم نحكي بشكل تسلسلي بس مش عم مش عم نعلق على اشي سلبي او انا باين باو شوفش فيه اشي سلبي انا لا انا ما شوفتش فيه للفيلم ايته عامل اشي سلبي نا الفيلم كتير يعني كله هو بواقع سلبي ولكن كتير كتير اجابي اه كتير حلو كتير مؤثر اه زي اي تاب سايكولوجيكال تريلر يعني مش ام مش عادي بفكر انه بهذا المشهد بيكون عم بيتعرف على اه توماس وين اه رأيه اتجاه ال هتنقول الثوار اللي موجودين بالشارع وكيف حكى لما حكى رأيه عن اللي اتل اللي عن يعني كيلو المهرج اللي كان بالسابوي واتل الرجال اللي شا اسمه كيف هو ايسا كان بهاي بهاي اللحظة اللي هو يسا فايت فيها زي بفيلم يعني انه ايوه زي زي فايت هو على على اتجاه ما فيش منه رجعة هيك انا شايف بهاي اللحظة لانه عارف انه انه الفيلم اه متدحرج اه لا اسفل اه 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 كيف يحكوها دارك اه مومنت ستعون اه جوكر ايوه هنا عم بتشاهد البداية الى 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 رجعة من لانه ما كاناش عارف شو النتيجة راح تكون بعد ما اه اتل اللي كانوا يتنمر عليه فا اسا بلش يشوف النتيجة قدامه بالتلفزيون شوفه يعني عم بمرتحب وعم بيرتشاف واجري مش عمد وقف كل وقت يطجه صح صح هو هون هو ببدأ يفوت بالحالة الاي اه بحالات السايكوسيس تبعته بتاع نقول بها بداية الحالات اي ايوه جوكر فيلم فيلم رهيب 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 امم هو انا عب نننكمل ننكمل بالقرنولوجيكال اردر تبعك انا انا معك انا معك انا معاش معك احنا مننتقل للمرحلة اللي فيها عم بقولوله انه اه عم بعملوا اه تقلصات بالميزانيات وما فيش عن الكل المؤسسة هي راح نسكرها اه مؤسسة العلاج النفسي ولا يعني ايش بلو له? اه 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 المعالجة. المعالج النفسي. فبتقول له ادك تدور على مصدر تاني توقيت الادوي. وهنا يعني بلشت يعني كي بيحكوها اه اه الانهيار النفسي. اه شوية شوية. شوية شوية بيبدأ ينهار. بيك حالات الادوي النفسية كتير كتير مهمة. اه عندك اه نقاطك اه اه احب تحياه هنا ولا ولا وينطج. لا كمه كمه هوئو شوцоي صير يا بطير. ا شاها ها جواهن هنا هون commissionlist. ان المرحلة اللي فيها انه مين هو. مين ابوه. المكتوب اللي كان اللي طلبت منه المكتوب اللي طلبت امه يبعته يبعته لتومس وين عشان كانت تحكي له انه كانت تشتل عنده اكتر من ثلاثين سنة ومتطلب هنا وهنا عم ببلش يقرأ المكتوب اللي فيه بتدعي امه انه هو ابن توماس وين باليأخر المقتوب من�서 الظذي انه هم سبقت لي لقد אבל مكتوب انه مشدث انه قد تشابه اصلي غوم المي اوثر لا لا تحت تحت بالاخر I realize this might upset مش عارف شو مكتوب بتقول له I need your help بالاخر تقول له your son and I need your help بتعيد على الجملة كمان دور I'll admit to you that I'll focus out بالاخر الورقة كانت تقول له انه asking is because of my living condition انا بتقول له عم بطلب منك مساعدي عشان الظروف الصعبة اللي انا عموجودة فيها يعني ان هاي كانت كل يعني هاي كانت زي كي بحكوها اللي بصب هي رسالة بصب زيت على النار يعني انه كانت هاي اخر جملة اللي يمكن فقعت معه ايوة هي عم بقراها انه بده مساعدة خارجية هم هم I admit to you that the reason I'm asking is because my living condition هم 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 جوكر اه بتاع نوقف سبويلرز يلا اوك نوقف سبايلرز اه بدك انت تحكي على اشي معين لا لا بدي اسمعك شو دك تقولنا انت اسا. من اي ناحية? بدون سبويلر. جرب جرب يحكيلي ع الفيلم دي جوكر بدون سبويلر كم دايات نشوف. او سبويلر. عم بتحداك. عم بتحداك كوني. طيب. اه بدي انا اعمل بشكل عام هذا الاول عن الفيلم. اه اوكي حكينا الفيلم حلو. حكينا رهيب. حكينا واو. حكينا كل هاي الشغلات. تعال نحكيه على الاشياء اللي ممكن نقولها بآ بط يعني. ايوة. اه يعني اه اه حلو ولكن ولكن اه مش مش اه انا مش مع انه يكون سيكول اه كمالي. انا ضد الكمالي. انا بقول الفيلم انتهى بشكل رهيب. ختام بجنن. انا موافق مع المخرج واكيم. بالرأي الاولين تابعها. انه انه حابين ينهو ينهو بهاي نوت. بواتر عالي. وخلص. ايوة. وبفكر ازا كان بيعملو اه كمالي اه جوكر تنين رح يكون كارثي. انا ايك بفكر. انا برأي ما بنفعلش يعملو كمالي واحد. انو شو تاك تيجي تحكي بعد اكتر من ايك. انت حكيت قصة الجوكر وخلص بعدين بصير هو زي ما بنعرفه بقية افلام اه باتمون. اه اه لا. انو هو هو النمسيس تابعه. النمسيس الشرير. اه بس انت تعرف سوني يعني فقعت معها. هي صلى صلى سنين عم بتحاول اه اه تتحدى ديزني. با اه اه انو يطلعوا في لوم من اهجها ومش عم بزبط معهم. لانو اخر مرة سحبوا الرخصة من اه مارفل سوديو وشو سمن. اه. وديزني لسبايدر مان. قالولي ان اه لا خلص احنا بدا نكمل اصدى د说ت بسنادر مان. لانو شافوا انو بدا هن يحاولوا سبايدر مان لا اه ايرون مان السبايدر من اه هيك خلطه. اه اه اي 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 اي. انو بدا هن حاولوا يفوتو على المارفل اليونيورس. اه. اه هasser ني هندال لكل حقوق لسبايدير مان فقالو هن لا واقفوا خلاص لحد هنا وبس. انا ازا كان بش بوش بكون مع بال Jong بشرق بشكل ام بشكل اه معمق صعب يفكوه من ناحية قانونياً وبصير فيه ملحمة على الحقوق فسوني بدها ربح كامل وما كانتش ولا للتاني تطلع على جوكر كمصدر ربح ولا حبة كانت حاطت كل قوتها على انه يسحبوا سبايدر من من ديزني ويبلشوا هن يعملوا سلالة أفلام سلسلة أفلام سلسلة أفلام يربح عليها مصاري ف يعني منرجع على الحروبات بين استوديوهات الأفلام انا بفكر انه كمان انه سوني عندها كل صلاحيات انه تقول اوكي بتكوش تحكي على المخرج ووكيم بتكوش بلاش انا باخد الفكرة وببني فيلم تاني على نفس الوزن ويشبكوه لل دي سي يونيفورس مع الجاستيس ليغ وسوبرمان وكل هاي الأخر بعشي هذا الاشي راح يزبط يعني بفكرش غريب راح يكون بس كي بحكوه الحديد بعده حامي بفكر انه اني معانيين يعني ما فيش اشي يخسروا لانه اني عم بيخسروا اسا في لومي تاني يعني بيردز اوف بري حطوا كل كل ميزانيتهم على على الفيلم هذا وطلع الضراطة يعني ما بفكرش انه انه هالقدي راح يقلقوا يعني اوكي يمكن يجيب اربعمية يمكن يجيب خمسمية يمكن يجيب سبعمائة مليون كما دلنسبة لنظة ربح لانه يعني تطلع على الفيلم الباقي زي سوبرمان وادا دجاب ويعني اه ما امرا بوجيكتير بيعملوا حساب فيه زي ساقف معين بحطوه هنا من ناحية ربح يعني ازا حطره وجاب مليارد ازا بيطلع على الانفاق على الفيلم ازا كان انفاق اه 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 بيحتيكاش اه مقابله ربح ثلاثمية بالمئة اربعمية بالمئة اه اه ما بيكاملوش هلو اه اه فكرت قطع عندك لانه ما كملتش جملة اه لا ساري اه بدي اكسوجين شوية عم بتنفس اه اخد لك لفس بتأخد لك رفسترحلي هؤلاء وهذا انت شو رأينا دا احكي كلمتان عن تود فيلبس يعني مخرج الذي اخرج افلاق افلام ضاحكة كوميدياَ ساخره بالضحك ورهيبه من الطريق على راجعة وغيره غيره فيلام كوميدية مخرج أفلام كوميدية فجأة يجعمل سيكولوجيكال تريلر عن الشكل فيلم غير متوقع ولكن فجأة لما بتفوت تتباح مش على الموضوع بتكشف أنه الزلم كان عنده عنده هذا البوتينشيل يعني واحدة من التفاصيل المثيرة جد غريبة عشان ينقبل كلية السينما مثلا ليتعلم السينما عمل البرنامج الفيلم اللي قدمه هو سلسلة من سلسلة صور لطلاب مدرسة ثانوية بسعروا بإحباط يعني محباطين قاعدين هيك يبكي شي يبكي وإشي هيك وهيك يعني محاولته أنه اليوم يفرج الجانب المظلم الجانب الدارك سايت تبع الجوكر كيف وصل لهاي الحالة أعتقد أنه نجح بهاي العملية بشكل لمحداش توقع أنه ينجح بشكل رهيب و يعني من ناحا أحكي لك الدورة ما كنتش باستغرب لو كان أخذ هو الأوسكار وأعتقد أنه بعد إسا هو عم يفتح لحاله باب أنه نشوف أعمال جديدة منه لطولد فليبس بأفلام أصعب من الأفلام الكوميدية الضاحكي هاي وحتى نشوف منه أعمال بأعلى المستويات يعني هو حط حاله بإخراج فيلم The Joker وبالمساعدة بالكتابة وكيف طلع الفيلم بنهاية المطاف حط حاله بمستوى أفضل المخرجين بالعالم اليوم أنا كمان يعني بممكن أسألك سؤال يعني أنه في أفلام تاني اللي هي character driven ونعمل بنفس الطريقة بس ما خلتش ضد نجاح يعني هون ما هي كل إشي قصة معادلة يعني هي المعادلة دائما بتلاقي العناصر المناسبة تطلع عندك النتيجة أفضل نتيجة هو يعني أنا بفكر كمان أعتقد التقاء آه الالتقاء تبع الموهب يتبع الممثل رهيب زي إخوة كين فيليكس بكتير أدوار وكان واضح أنه عنده potential بس مش عم بلاقي حاله ومع الموهب يتبع توت فليبس اللي بهادا الفيلم مع ممثلين آخرين مع كتابة سيناريو رهيبة وتصوير سيناوتوغرفي كتير حلوة طلع عندك كوني منتج اللي رهيب يعني حتى بتاع شو أسوأ انتقاد قرأته وأنا بتعرفني أنا بقرأ بحضرش كتير أسوأ انتقاد قرأته للفيلم ما هذا لذي جوكر إنه بقولك إنه الفيلم يعني الفيلم ممكن يكون لحظة لحظة شوي ضيعت حالي أنك إنه يعني ملان ملان فائد من الايروني من السخري بهذا الفيلم فيه فائد من السخري بهذا الفيلم بشكل رهيب أسوأ انتقاد للفيلم كان إنه مرات العمل هذا كان يعني والإخراج كان واعي لدرجة السخري الرهيب اللي عم بعرضها إنه لدرجة إنه كان واعي إنه ممكن بهيك مشهد يطلع المشهد شوي إيش بيسموه غير مريح يعني بخطخد البني آدم يعني من أول كانوا عارفين بالإنتاج تبع هذا الفيلم وإخراجه والعمل عليه إنه ممكن هذا الفيلم يطلع يهز ناس الناس تطلع منه مهزوزة ومش مرتاحة حتى ممكن يفوتها بإحفاظ معين بحالة يأس إذا في ناس عن الشكل لهاي الدرجة هذا كان أسوأ انتقاد للفيلم وأعتقد إنه معين حق إنه هو بمشي على خط كتير كتير دقيق على حبل كتير دقيق بين المضحك والمبكي والمبكي وبين إنه هو يعني على الآخر الإشي مجنون وبدرجات كتير كتير عالي وبين إنه مشهد سخري هزيل اللي بخليك تحس إنه what the fuck يعني شو عم تعمل هون ها أنا برأي كل الدمج هذا يعني بنهاية المطاف تطلع على الفيلم ككل فلت إذا بتخد إشي الإشي كمشهد مشهد بتخد إشي كفيلم تحس إنه واو شو هالعمل هادي شو هالعمل هادي الفيلم المشهد هذا وهو يرقص وكيل فليكس اللي شفناه كمان بتريلر وشفناه بالفيلم نفسه هذا المشهد سورياليستي سوريالي بدرجات كتير 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 كبيرة درجة السوريالية فيه اللي عم برقص هو برقص وطالع هو زبط حاله دهن شعره شعره بالأخضر وحط المكياج وعم برقص طالع وأخيرا مبسوط أنا خلصت أخد أدوية أنا حر هيا هذا هذا المشهد بداية الفيلم انت بتشوفه كل وقت دائما بيطلع عالدرج بآخر الفيلم عم بنزل هيا ده هاي الفكرة يعني تاعت المخرج أفكر أنه كان بنيها براسه من قبل ما يبلش الفيلم انه خلص أنا عم بنزل عم تمزل أنا بقدر أسميها عم بتحرر عم بتحرر من القيود تبعة المجتمع وهي جزء من تطور الشخصية على فكرة أنا ما حكي يعني نعم إذا ما حكيتش دي شي كيفاية مجبور أحكيها كماندور أنا مش عاوزي إنه أحكي نمونتر أسلبي يعني بس أب لا أسمح لي بس أب في هون شغلة في هون شغلة اللي يمكن ما حكيتها حناكهاش كيفاية الفيلم هذا بيحكي لك تطور شخصية وهو يعني من ناحية كتابة سينمائية هو بياطح حكي لك كتير آه بيعطي كتير ثقل ثقل للشخصية للتطور طبع الشخصية بعرض لك إياه بشكل رهيب هذا الإشي كان ناقص مثلا إحنا حكينا بحلقات شفقة بستار وورد هذا اللي هوليوود ناقص بستار وورد ناقص بهوليوود ناقص بهوليوود لا موجود هذا اللي هذا الإشي بفتقر إسه بهوليوود لأنه كفي عندك عندك جهات تدخل بشكل عنيف على الأفلام ومش عم بتعطي مجال للكتاب الحقيقيين أيوه أيوه يظهروا اضرب ياه اضرب ويظهروا يعني ويزلي ووالتر واحد من الكتاب اللي أنا بعرف لديب سبيس ناين هذا بني آدم أول شي هو هو مش أبيض يعني أسود بلاك مان فصار معه حدث هو كان وقت عم بيشتغل ككاتب بالرايتينج روم تبع هاية ديسكوفري وهو كان ديسكوفري مايكل بيرنم لا 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 آه آه ديسكوفري الأخير هو كان يشتغل هناك عفكرة قبل الأخير بالأحرف فهمت على فكرة يعني حكيتها بحنا حكيها كتير عشان هيك سمينا البرنامج على فكرة لأنا بحكي لأنه كتير للمشاهدين المتابعين اللي بيحبوا يعقوا لسه سمينا البرنامج على فكرة لأنه هاي جملة درجة جدا تقريبا بكل كلمة بكل جملة والتاني رح تسمع كلمة على فكرة عنا العرب آه قعد نسيين بالذات المهام والحقه يقال اعترافه بالذات بفضيلة لأ طبعا أعترف ما اعترف آه ما اعترف عنا فكرة والتر صار معه حدث انه كان بالب بغرفة الكتابة وعم بيدوره يكتبوا سيناريو لحلقة وعشان يقدر يعمل فحقه حدث صار معه بحياته الشخصية فعم بيخرف الكتاب شو صار معه صار معه حدث مع بوليس البوليس وقفوا آآ كان بسيارته وقفوا يفحص الرخص وهيكا فبلش يفوت بحوار مع البوليس البوليس بلش يفوت حوار مع الكاتب بسيارته وعم بفحص الرخصة فحكا له البوليس آآ كلمة كتير آآ عنصرية وقال له يعني المنطقة هاي مليانة وآآ المنطقة هاي بصر شو تعرفك كيف يعني كيف يعني مليانة يعني انه المنطقة صار صار وضع صعب لانه فيها كتير آآ عنصرية يعني كتير نيجر زيك يعني هاد المقصد أوكي وين حكوها هاي بقول لك الكاتب والتر عم بيخرف الكتاب تبعه بستارتك ديسكافيري بالغرفة الكتاب غرفة الرايتنج روم يعني فعم بيقول لن عم بيحاول يعطيني انسبريشن آآ يقدروا يطلعوا فكرة على حلقة فصار يخرفين قصة من تجربة حياتهم مع العنصرية فلما حكاها تاني يوم استدعاء كي بقولوها آآ شو بقولوه العربي موارد بشرية موارد بشرية من الشركة الانتاج بتحتمعه وتقول له انه احنا وصلنا شكوي عليك انك انت لفظت كلمة يعني العبيد كلمة العبيد بغرفة الكتاب واحد بيشتكي انه هو كان متضايق من هاي الكلمة يا سبحان الله فبقول لن ليه هو مش اسود يعني ما هو اسود سوف بحكي يعني هيك حكا إسا لما حكاها انه انا مانا العبيد بالغرفة لما حكاها هاي الكلمة يعني انه على اي اساس تي بتحكيوا لي هذا الاشي ولا ينقروني بالموضوع اسمع لما حكاها دغري حمل حاله وطلع وقدم استقالته لانه طلبوا منه انه المرة الجاي ما يعيدهاش لانه بدنا يعني زي اللي بطلبوا منك شو حالك بالضبط وشو ايش حكولو حكولو وعلى فكرة لا لا خلينا نكمل بيقولو ويلايك تو هاب ويلايك تو هاب السيف سبيس ان تحكي لكم بيدنا شو اسمو بدنا بيقة اعمنة بالعمل بس هذا ما ازاش حدا هو لا بس تعالي حكي الدغري انت اليوم ككاتب دك تكتب ايش مفروض فيك مفروض فيك تكون تحطم تابوهات مفروض فيك تحطم امات فكرية عندك مزبوض مزبوض وتشحذ ذهنك وتشغل راسك وتفكر بهيك وبهيك وبهيك وتفحص اكتر من فكرة عشان تصل بالاخر للمنتج النهائي المناسب يعني اشي 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 هزا اه اه يعني اشي هابل على الاخر هابل على الاخر مزبوط وعلى فكرة اه سال احظة كمان الى الهاية على التعليق اللي كنت اقولك اياه قبل شوي انه اه كيف هو بيحكي انه يعني الايروني بانه بضحكه بنكته عليه انه المجتمع انه هو ممنوع يحكي هاي الكلمة وانه بدي نساف سبيس بالمجتمع هذا بالضبط اللي عم بيحاول فيلم ذا جوكرا يطلع عليه انه عم تحكوا عن ساف سبيس وانتو جايين يا بيض يا ابصر ايش تحكوا لي عن منطق عالم ممتاز وعالم مليح وعالم احسن واحسن واحسن ما انتو لوصلتونا لهذا المحال انتو الكابتاليزم تبعكو وصلنا لحالة العالم لطبقات منهارة لناس بتعاني من اغتلال نفسي وفكري وبتشوف الجوكر هون عم بنزل كما اعطل 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 الفكرة للكابتاليزم هي الوضع المقسام الاجتماعي وهذا بسبب كتير حالات كمان على فكرة يعني ديش اقول انه هو بسبب الانهيار النفسي ولكن بس لا مش سبب الانهيار بس بسبب الانهيار لا لا بس بسبب الكابتاليزم والخصخصة وخصخصة خدمات اجتماعية مهمة زي ما صار ذا وحكينا عنه باول الفيلم فهو عمليا انهار لدرجة السايكوتك تبعته او بالاخرى حرر نفسه حرر حرر السايكوتك لبني ادم للمجتمع بحاول يتحكم فيه بالاخر هو بانطفض ضد المجتمع وضد كل واحد كانوا ويعني على المستوى الفلسفي فيها تطلع من هذا الفيلم انت تقول واو 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 يعني في عندك عدة مستويات لهذا الفيلم عندك الاجتماعي الفلسفي الاخلاقي الطبقي ايش 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 ما تحكي انا عن جد يعني معجب كتير بالفيلم هذا لا كمان ايش كنت احكي سوري انا انا شتيت انا شتيت لا لا فتت ببعض لا فتت ببراين فارد يا زمان نسيت نسيت شو تحكي اه فاك اه على جون ويلياب تكرنا نحكي احنا بالاول نتقلنا رجعنا للفيديو جوكر شوي لا مش وصلت عن الكرونولوجيك ستوري يعني كان عندي فكرة احكي احكي ونسيت المهم مهم شوف شوف الصورة اللي بعتلك اياها على فكرة نحكي على البرنامج على الفيلم وصف ام هو بيقول لن انه put on a happy face اليوم وهون انا برأيي هاي الصورة هي مشهد من هذا المتوقع مننا اليوم بالمجتمع المجتمع يتوقع مننا انه كناس كبشر كمواطنين انه نحط افتسامة عوجنا ونروح على الشغل ولا كأنه في مشاكل ولا كأنه في اشي ولا نطلع على الحياة ولا على المجتمع ولا على الحالة اللي احنا عشير فيها يعني ممكن يكون موضع بالدوني ما تساوي ولكن مطلوب منك يترنك تبس يلا كلمة يعني هو كمان في مقصة عالم ما قدرتش افهمه ليش كتبها لما هو لما طلع من من شركة المهرجين يعني وخربش عليها بال بالدرج لما كان عم بطلع مسك و ام وكانت قام كلمة ام مش ذاكر بالمشهد كيف بتكون بس ولكن بلا افتكر قام كلمة لما كان عم بطلع من المبنى بكل بكل بساطة يعني تعال نحكي الدغري الفيلم حكينا انه هو بطل ياخد ادوية وبفقد احنا ما حكينا على الحبكة تبعت الفيلم لما بفقد عمله وببطل بتم اقالته من الشركة شركة المهرجين اللي كان يشتغل فيها بسبب انه صاحبه اعطاه فرد والفرد هذا كان المسدس يعني والمسدس وقع منه وهو يهرج ويعمل مشاهد لاطفال بمستشفى فاقلو و يعني فيه حالة رمزية بهذا المشهد انه انتوا عم تطلبوا مني انه احط وجهي ضاحك واني اضحك ولكن عايش حياته كله خرباني ولا اشي ماشي معه والمجتمع والشرك بتطلب منه انه يضحك فهو برجع على غاد على فكرة بحطم مثلا بحطم جهاز تسجيل ساعات الشغل ساعات العمل بانش بكمان هناك بانش ناو بانش ناو بكمان هناك الفيلم ملان مشاهد رمزية عبر حتى مرات ممكن تكون تشيزي رماركس يعني انه شوي ايرونيك لدرجة التهكم لدرجة السخف لدرجة التسخيف المشهد بس لاني اطلع الفيلم كفيلم مش كمشاهد مجموعة مشاهد كفيلم عنا هون ماستر بيس ماستر بيس انا برأيي هذي هذا يعني 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 انا بعرف ناس معلقين اللي نجابروا احد الفيلم اكتر من مرة عشان يقدروا يحطوا تكرة موضوعية ايوان انا كتير اهملت باظا الموضوع يعني حضرتوا قبل ما نطلع بيوم يومين على اساس انه يكون بعده طازة ببراصي طازة طازة انا كنت عافل انا اليوم حضرتوا للمرة للمرة التالتة لا اليوم الصباح حضرتوا للمرة التالتة نعم اول مرة حضرتوا بالسينما بثلاثة او اربعة اتنعش كان لي مش غلطان اه وحضرتوا داك الشهر كما انظر كنت مفلس بالدار وعد تحضروا بالصدفة يعني لاني كمان كنت بحالة احباط يعني بلى شغل زي زي جوكر فقلت يلا احضرتوا كما انظر وعفقرة اه اه كان الا تأثير شوي علي كان الا لك تأثير شوي عكس انه لا بدي بدي يعطيك تقاط لك تطلع تطلع من هالحالي طب انا بدي بدي بعجزة اذا احطك بخاني معين انا اسا بدي اسألك ايش معجب كاش؟ ولو موسخك ايش معجب كاش وفلان ايش معجبنيش بالفيلم خد وقتك doesn't matter يعني شل اسمه البودكاست لا لا موسخك في مشهد يعني في عندك اشي على وقيل معجب كاش في اشي عندك لا 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 بقدرش احكي عليه ما بقدرش احكي عليه هذا الممثل الدور هاده الرهيب كان صعب ها انها صعب صعب تلاقي اشي عليه تقول انه التبطيل تبعه سيء او انه هون كان بقدر يساوي احسن يعني بتطلع على الفيلم يازلها بمرر تاني تالتي انه مش عارف وين اشي ممكن يكون احسن مش عارف ازا بقدر اقول له اشي مش مهيئ كنقد كبني ادم اعمل نقد على فلومي او لا مسلسلات اه بقدر امسح الارض فيها اما فلومي صعب شوي علي لانه فلومي اه محدودة الوقت ومش اه 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 هى اه هو مركب والسيناريوهات هتنقول ه اه مبنية بشكل اه اه كتير اه مهانية اني انا نقول. نعم. كتير كتير حلو. يعني صعبة صعبا قد يمكن ممكن هتنقول آآ. تعال احكي لك شغلي. انا في في مشهد واحد اللي كتير آآ. انا عندي كمان. عندي مشهد اللي ما عجبنيش. مين? اللي بيشهد اللي بيكون بالكوميدي بار. اوكي. الاول. اول مرة بيكون لحال. لما يكون يسجل نوت. انه اول ما بيكون بعده عم بيسجل نوت. اوكي. وعم بيحاول. قاعد لحاله هو. وكل اللي حوالي كابلز. كل من ازواج هو لحاله. وعم بحاول يفكك المعادلة لكيف. اكون كوميدي ناجح. اكون كوميدي ناجح. متذكرة متذكرة. وين هي كانت? اي 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 اي. بالبداي. اي 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 اه اه اعشزها هاي المشهد. مش ذاكر والله. افكر ان هاي. بس بتذكر هاد المشهد اللي اثر فيه انه. انه فيه. جوكس. 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 عم بحاول يكتب. يحاول يكتب. يحاول يكتب. people expect you to be to behave as you don't. هاي الكتبه بشكل كبير. نعم. وهو عم بهاد المشهد كتير كتير ما حبيتوش انه يعني. من منطلق انه عم بايش بدكم مننا يعني. انه اه بالمشهد اللي قبله بتشوفه ازا بترجع لأورا شوي بالمشهد اللي قبل هوني. ايوة هوني بتشوفه قاعد لحاله. كل يعني بيجي بقولك انه الناس. عم باخد افكار. عم برائب. عم برائب. عم بكتب كيف لازم يتصرف. ايوة ايوة ايوة. يعني زي ما تقول هو يجرب يجرب يكون في المجتمع. يجرب بشي مرحلة. بشي مرحلة. ما حبيتش هذا المشهد. اه المشهد اوكي. ايش كنت ايش كنت متصور يعني ممكن يكون. يعني انا ازا بفكر بالموضوع هذا بهذا المشهد يعني. ما كانش بحاجة انه يفرجونا اول اشي لحاله عم باخد كان بقدر ينطو طوال المشهد اللي فيه عم بحاول يتعرف على على جارته. وبشي مرحلة بعدين لما بروحوا على الكوميدي بار. اه. اه كماندور بكون معها. بعد ما فوتناش لموضوع انه جارته هي يعني انه هي وهمية مش حقيقة. كان يتخيلها انه هي انه هي معا وهي عم بتتفاعل معه. عم تتفاعل معه. مضبو. اذا كله كان براسه بالاخر. يعني ما كناش. اه. يعني فيه اشياء اللي اللي حسيت انه اه دغري تشكيت بالموضوع لما كان بالأه بالاليفيتر وكان عم بفو بطخ براسه. مم. على اساس انه كان يعني انه اتنين فهمين الوضع انه مزرق بالمنطقة والعمارة كمان اه فيها سيئة. فيها سيئة وفيها كتير خلال بكل محل. في انه بيأوس راسه بايده زي كأنه بطلق نار بطخ راسه. بعدين هي بتقلده. ويعني بصير فيه زي ارتباط. فحسيت انه الاشي ودابنت وهيك. فحسيت انه بنتها صغيري. حسيت انه في اشي وانا مش مزبوط مش راكب. وكل مرة. المشهد مبتدل كتير مبتدل. اه. انا فكرت انه اه كان ممكن الفيلم هذا انه يعطونا الاشي بشكل انه ما نحس ما نشكش بلاش يفوتونا اه هيكا يعني كان كتير سهل انه هي ضغر اللي تعلقت فيه وهيكا. حسيت انه اوكي هاي كمان واحدة من تاعته. فكرت انه يبنوها بطريقة مختلفة عن الاولى. غير هيكا المشهد الوحيد اللي انا اه ما عجبنيش وحسيت انه كان كتير هيكا. اه زي اه فان سيرفيس. هاي اول فان سيرفيس شكت فيه او ودغر عرفته نظر فان سيرفيس اللحزة اللي قاتلوا فيها اه ابو امه لبروس وين. ايوه. هاي كانت اه it was not necessary ما كانش يعني ما كانش بحاجة الى هاي الشغلة. يعني اه صح انه عمله الفوضى. وصح انه هو اللي بلش كلها الشغلات. وصح 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 وصح. بس القصة انتهت بينه بين توماس وين لما ضربوا بوكس ونزلوا على الارد. خلص خلصت القصة. لايش يرجعوا كمان دور لالهن وهني عم بطلعوا من المسرح وعم بحاولوا يهربوا بالاخر. هذا المشهد معروف بالديسي يونيفرس. بس انا فهم انه هدا كان زي زي فان سيرفيس. يعني انه بدني ارشع. اه اه اشان يربط يربط بااتمن الاصلية. اه ايه كان. وعلى فكرة وعلى فكرة اه ده المشهد الوحيد اللي فيه رابط يعني بكسة يعني فيه ريفرنس لباتمن بشكل واضح. غير هيك ايه انه هو اه الفيلم يعني بيحاول ما ما يصلش. ولا يضرب باتمن باية نقطة. يعني حاولوا. يعني يجربوا كمان بالبداية لما راح يزور. يبتعدوا عن باتمن كل ايه. لما راح يزور اه 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 توماس وين بيته مزبوط. والتقى مع بروس. اه اه بس اه بالولد بس ما. والد. نعم. اه اه. فلنرجع لبس النقطة اللي حكيت عننا على قصة اه 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 طوماس وين لما لما يهي المجرم يروح ويقول له اه ايش حكى له وقته لها قبل ما يطوضي طلع المسدس ويقول له يقول له اه يعني اه 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 يعني بيحكي له. اه اطلاق النار اتلو اتل مرته. فا اوكي. كان في عليها كتير نقطة فكرة بس انا ما كنتش بعملها بهاي الطريقة. انا كنت بعملها اه اه احكي. لا بقول بتعرف النقطة ايه? ايش? اكبر نقطة واكبر ايروني بالاخر انه صارت ميم على الانترنت. اه لانه اخد الاوسكار. اخد الاوسكار. اخد اخد ارازكك واكيد فيلكس اخد ارازكك. لا لا انا فاهم انه حلو الايروني. اخدوها من الفيلم حلو. اه اخدوها من الفيلم اكبر مبعت الكاش اياها انا? لا بفكر لا. لا بلان اطلعت كل السور اللي بعتلي اياها ويمكن انا رحت عمالي انا انا ما طلعتاش انا ما طلعتاش يا الله نسيت امعتك اياها. مش مشكلة خليني بس اخلص اه كمل كمل انا بنتين انا بهذا الوقت طلع لك اياه. بما انه كانت المشهد هذا هو فان سيرفيس بس عشان يكون اه اه زي اراضه الطرف التاني الفاناتيكس تبعون دي سي يونيبرس لباتمن وهي دولة الشلة. انا بقول ليش ما يروحوا يعني انه اه اوكي اه نجبروا يحطوا هذا المشهد عشان يكون جزء اه زي 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 رابط وصلت همزة وصل للعالم التاني. بس هيك يعني هيك انا حسيتها هذا المقطع. طب اوكي بلاش تقرروا وجيه اه 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 توماس وماراتو. خدوا الكاميرا من جهة اه اه من وراهن. وانزلوا شوي على الايلاب لتبع الطفل. بلاش يباين وجهن هنه وعم بيموتوا. يعني خلي خلي يباين طلقة النار من من نظرة الكاميرا. بس اه على كتف الوقت طفل. خلي المشاعر تمره من طلقة النار لصدر اه ابو وامو. بس كل الكاميرا على كتف الولد. ويطلع على شعلة النار اللي بتطلع من المسدس. هذا كان ممكن يكون اكتر هيك فان لانه الفرايم اللي انا شفته هو وقفين بالقطر يعني بالمنطقة بين عمرتين وهيكا زي بتحس زي كأنه اشي مذري يعني انه بديني ارجو انه الاغنياء هذا ما هنا ولا لا لا لا. ففاين بس اعملوها خلوها تخدم الفانز باكتر احسن. بقيتوا بلشتوا ب ب ب ب ب ب ب ب رسائل مسيسة من البداية على قصة انه اقتل الغنية. وبعد تعدوا تشبهوا. حتى كمان كيف ما شفت ريد لتر ميديا ذكروا انه بواحدة من الجرايد في مقال عن الثورة بوشفيتس. انه كانوا ينادوا بقتل الاترياء ولا لا لا. طب خلص الناس شبعت ا ا ا ا رسائل سياسية. خلينا نفوت على الفان سيرفيس. اعملوا الشوت اكتر ا ا ا ا ا يعني اكتر له عبرة. لا بروس وين لا بادمان. بلاش تركزوا على الاهالي. الاهالي المعرفين انهم انهم ماتوا. بس مش القدي مهمين يعني. مهم هو الطفل. فأفكر انه هاي كانت ميس يعني. هيك عملوها بلا نفس انا بفكر المشهد هذا. لانه بتحسوا انه بلا نفس هيك. بسرعة مراء. اه شاف ان عم بفوتوا على بين المبنى يعني بين المبنيين. وخلص. هيك حسيت زيك انه المشهد نعمل بلا نفس. بس عشان يعطو اه زي اه رضا للفاناتيكس للفانز دعون دي سي. مهم. هذا كان هاي كانت اه النقطة الوحيدة انا انهي بالفيلم اللي ان كنت اش هلقدي حبيبة يعني. كنت حابب انه تكون انه زي كان دي نعملوها يسوها بطريقة اكتر اه مؤثرة يعني. انه عملت هيك بشكل دم بارد يعني انا شفتها. مضو. كيف يعني دم بارد مش فاهم عليك انا. من ناحية من ناحية اه السينماتوغرافين عملت بطريقة مش مزبوطة. اه 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 الكاميرا كانت من جهة اه القاتل. اه اه. وكانت اه اه الفريم اللي كانوا في موجودين. ليش انا عم بحكياته ارجيك اه اه اه. هونه كانت بالاخر افتكر. اه وشوف على الواتساب شو عم بعت لك يا ستا. يضا 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 بس بدي اه اجهز الفريم هذا اللي فيه يعني. اه ايه. ايوة. هاته نحطه. والبداي بكون هنا. اه ده مشت فان سيرفرس على اخر مزبوط. بالزابط طلع. اوكي عندك الدولي اين. بيطلعوا من اه شو اسمه? من السيتر من المسرح. سيتر المسرح. كل وقت عم بحاولوا يهربوا من المنطقة ونا عارف شو. بيجي بالاخر هذا بيشوفهم. الكل لما كرهت السلو موشن هذا كرهته للعمى. سلو موشن بيطيز سلو موشن بيطيز سلو موشن هيك. حسيت الاشي كتير اه كارتوني هيك. شايف هاي الانجل هيك المائلي. هاي دايما بتشوفها بالكوميكس بالاااا بالدي سي يونيفرس هيك بياخدوا هذا الانجل. بيطلع على الفلوم الاولى تاعت باتمان هيك كلياتهم. اه بيعملوا بيحاول يفرجوك وجهة نظره هو. بيعملوا الكاميرا يعني يون يعني انه بفتلوها للكاميرا بس عشان تارجي هيك اه متاهة او اشي. هنا هو بيجي بيحكي لكلمة تاعته. بيطلع عليه. وهيك طلع عديش الفريم ممل يعني. مفيش اشي هنا الا معنى. بس تعرف انا تالي الشغل انا حبيت بهذا المقطع انه مش دي جوكر نفسه يعني بكل الافلام تبع باتمان اللي حتيت قسها. اه كتير مرات كان الايحاء او الالهام انه يقولو لنا بدين يقولو لنا انه دي جوكر هو اللي قتل اهلو لباتمان لبروس وين. ولكن هون احنا منشوف انه مش دي جوكر مش الشخص. الشخص نفسه اللي بمثل الجوكر هو. الجوكر نفسه هو اللي قتل. وانما ناس انتحلت شخصيته. لابسة ماسك تبعة الجوكر. وهون يعني بيعطيه مستوى معين من الانسانية اكتر للشخصية اللي اسمها جوكر. طبعا اقولش انه مش مجرم. ولكن انه اكتر انسانية. وبالاخص بالنسبة للعداوي بين وبين باتمان. اه يعني زي ما تقول بيسحب البساط من تحتك. انه مش على المسؤول عن قتل اهلك. انا كان مفروض فيه اكون اخوك يعني. ولكن لهذا الفيلم يعني زي اذا نربط بعالم الدي سي. في اشي اشي غريب يعني انه هو كان مفروض يكون اخوه. اه باتمان بتهمه انه هو اللي قتل اهله. بالحقيقة. بالحقيقة. او بحسب الفيلم هذا احنا بنشوف انه مش هو اللي قتل اهله. مش هو بس هو صغير عم بطلع على مهرج عم بطخ على ابوه يعني هاي هي الفكرة. نعم مزبوط. فانا مش من ناحية اه تركيبة القصة تمام يعني اوكي انا اه بسلك عليها. بس الفكرة. بس من ناحية اخراج هنا كان كتير ضعيف. كتير ضعيف. بفكر هاي يمكن اللي خسر عليها النقطة بال بالتصويت. يعني. خسر ارضك جائزة الاوسكار. انه هنا ازي تطلع يعني حتى كمان المقطع لما يقتل لما يطخ امه. يا. يعني بعدها واقفة. يعني اي اساس تكون واحد انا بعرف انه لما واحد يكل طلقة واحدة بنزل على الارض زي الواحد عم بده بده ينتحر يعني الوجع ولا بيركعك على اجريك. نعم. فبفكرش البني ادم بقدر يضل يوقف بعد هيك طلقة. بشوف جنود لما ياكلوا ورصاصة واحد ياشو بيصير فينا هذا يعني انه وطلع وعم بتاخد وقتة يعني. عي ايك السلايل القديم تبع. testucs يعني بهذا المشهد كوميكس العادي بعدين يمكن ايك كان بدينا من اول معقول هذا كان لا بتخيل انه لا لانه انا كتير بهمني اشوف المخرج يحكي عن هذا الفريم انا بتطلع بطلع على الفريم كتير بيذكرني بالمشهد لما اهله ماتوا بالدي سي يونيفرس لانه في الشي هنا اشي يعني بتطلع مثلا على كيف باتمان كيف شو اسمه كيف اتر جوكر كيف كان يقتل المهرج لما عاجع عنده على البيت ازاني اول شي ضربوا اه اه مقص بعدين حطوا بالباب وبلش يطروا الباب براسه يضرب الباب علي لانه فقط عصابه لا مقصد وحشيت القتل اللي مبيني هناك هنا مفيش اشي هنا طاخ و انه بطلق النار انه ليس جوكر ماتيريال هذا لا مش جوكر ماتيريال ومش بس اي كان يعني انه عم بيصير كل الاته بسلو موشن كل الوقت كل الوقت بسلو موشن كتير عاطل انا اعتقد انه اخده لانه هدفه كان يوحده عن باقية مشاهد الفيلم اللي هو عم بيحاول يصورها ويعطيه افكت افكت معين او تأثير معين اثر معين انه هذا مش جزء من الحبكة الرئيسية هذا حدث هامشي بهذا الفيلم ومشهد ما خصش بهذا الفيلم ولكن مجبور احطه عشان يكون لارتباط معين بالمشهد بس تطلع بساعة يعني بعد ساعة وتسعة عربين دقيقة بيفوت هذا المشهد وبنتهي بنتهي بالزبط بسعة وخمسين سعة وخمسين وشوي يعني تنقول يعني اه والدقيقة واحدة بس عمله لشو اسموه توماس وين وماراتو ايوه بس وبكافي مش بحاجة اكتر انا بقول كان لو تخلى عنه كان في حاجة اكتر لا انا بحكي لو تخلى عنه وركز بس على جوكر وينسى بروس وين وينسى توماس وين خلص معروف شو صار فين احنا منعرف القصة كيف انتهت كل العالم كل العالم صار يعرف مصبوح. انا بقول لو انه تخلى لو انه قصها الدقيقة وتطيرها بجهنم كان الفيلم بيكون عالاخر. عالاخر مش شوية عالاخر. يعني ممكن انه هاي الدقيقة كلفتوا الاوسكار. هذا اللي عم بتقولوا انت. لا انا شو بفهمني بهاي الشغلة انا هيك رأيي شخصي هذا يعني بتعرف. اه بتعرف مرات مش بحاجة تكون اكسبرت وتروح تاخد شهايد ودنيا عشان تفهم بالموضوع. كتير مرات الهنش بيكون بمحله. الشعور الداخلي تبعك بيكون بمحله. حسيت بملل لما شفت هذا المشهد لانه لانه اه طلعني من الفيلم. هاي هذا الاشي الشخصي تبعي. مم. هيك بفكر يعني. كنت بفكر انه اه كتير عجبني الفيلم. كتير حبيت فكرة الجوكر. وحبيت كيف تنمية تنمية الشخصية من البداية لالاخر. كانت رائعة جدا. وكنت بفكر انه المشهد مع بروس وين وتومس وهايام كان زيادة بس ما كانش بحاجة له. ما دو? بتعرف بتعرف شغلة التفصيل اللي احنا يعني مرينا عليه بدون ما نحكي ما نتطرق له انو. الفيلم كنه اذا بتنبه بالمشاهد المختلفة بالمدينة بتشوف كوام من زبالي والقمامي بكل محل ومحل. فزا اه ما تطرق نظاشة النقطة ولكن انه في ال killer film في عندك destrike اضراب. تبع عمال عمال جمع القمامة العمال البلدية فحنا ما اترقناش لهذه الشغلة ولكن فيه اضراب الستيق تبع الفيلم بيصير على خلفية هذا الاضراب تبع عمال جمع القمامة بالمدينة عمال النظافة بالمدينة شغلة كتير مهمة هاي ويعني بتعرف فيها رمزية معينة انه هو كبشر انه المدينة كلها بتعاني يفكر مطقع وفي عندك الزبالة عم تتراكم بكل محل بالشوارع فيها رمزية معينة وكأنه نشوف احنا ناس عم تتعامل وكأنها زبالة زي زي الجوكر افكر انه هذا بزيد من الدارك سينس تبع الفيلم الدارك يومور والدارك الرمزية تهاية كتير كبيري بالاخر يعني في مشكلة شوية مش مشكلة ولكن هاي القصة رواي انه الحل هو بالرايوتس اللي بتطلع اعمال شغب جوكر نفسه بصير تحول لقاتل ولا شخصية لزعيم اه لشخصية كتير يعني شخصية اجرامية وهذا اللي خوى في الصحفية اه يعني انه يعطو انه يشكل رمز يعطو قد ايوة انه يعطو قد يعني نقد ايجابي لفلم عن الشكل وكأنه يكون تبرير لأفعال انتي اجيت من هذا المجل بتعرف كصحفي بتشتغل بالصحف انتي بتعرف رئيس تحرير هو اللي بيجي بنزل فتوى وخلص خاصة القصة يعني اذا عندك رأي خاص او مش خاص بذاش تكتب عكيفك يعني مراتي بتحس انه اه في توجيه مسيس لا لا حتى اه لا في في طبعا بكل محل بالعالم بكل عالم خاصة بين الجرائد الضخمة للوكلات الكبيرة اه انه بدينش يعطوا بدينش يعطوا زي ما تقول استامب او ختم ختم مصادقة على فيلم اللي يظهر حالي شاذي بالمجتمع حالي اللي فيها اختلال نفسي عظيم وكأنها بطل تعرف مثلا على سبيل المثال هذا التخوف على فكرة من هذا الفيلم اعطيك عبرة اللي بيصير خاصة بالصحافة وبالنقد على الافلام نعم خد على سبيل المثال Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes كانت كان ويبسايت تدريج كان موقع كان موقع مستقل قبل البداية وكان تدريج للأفلام جزء مستقلي جزء مستقية وانت بلش يفقد المستقية تاعته لما اشترعته فياوكم شركة الاتصالات الأمريكية الضخمة ايه ايه وفياوكم كان الى شبكة تواصل مع Warner Brothers مع سوني مع كلها الشركة العملاقة فصار فيه نوع من التدخل بالموقع نفسه واشياء الاشي اللي ببلش يبين هو لما طلع الفيلم كابتن ماربل 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 اه لما طلع كابتن ماربل ماربل هي قسمية ليه ايش اصدق هي مش كابتن ماربل كابتن ماربل ماربل قسمين اسمها 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 مقسم لقسمين بالفيلم حتى نفسه لانه بدي سي في كابتن ماربل اوليجيني فصار في مشكلة على هذا الاسم بس هذا كي بيحكوها حدث بيوم اخر نحك انه انا اصدي على قصة هذا الفيلم اه هذا الفيلم بحاله هذا هذا الفيلم كلاته كان مجرد مؤامرة على كل السوشال ميديا الاشي اللي ضرب المصداقية براتن تميتو انه الفيلم كان عليه تصويت سلبي جدا من المشاهدين كان في نوع تصويت هل انت على انو واحد لا كابتن ماربل اه كان مكتوب زي سؤال وجواب هل انت ستشاهد الفيلم ام لا وكل لا تنزهر ويحكو لا ليه لانه شافوا التريلر شافوا مين هي كشخصية وشافوا كل الممثلة تدعى تدعى الاخر اكتر من لازم بيعطوه يعني لا تستحق اه وبالمقابلات كانت تحكي انو انا بدي استغلعي المنصة عشان اعطي كزا كزا لهاي الفئة كزا كزا لهاي الفئة طب انت ممثلة وعايشي ب يعني انت عندك كل استاتس عالي وعندك دخل مني وعندك هيك وعندك هيك وعندك هيك على مين جاي تحكي نصائح انت من اي من اي مبدأ يعني اه اعطي هاد اعطي الصوت لغيرك مش انت تعمل هاد اشي انت وظيفتك انك تقري السكريبت وتمثلي وتعطي تقدمي احسن احسن عرض يعني تعطي هذا هذا اللي بطلب من يعني مش عم بوجع نساء او شخصيا بس عم بحكي كمماثلين يعني وظيفتهم انو يقدموا واجبهم بالقصة هذا اللي انا بطلبه اكتر من هيك ما بديش فهذا الموقف كان لي كان لي شخصي وبدل انو هذا الاشي كان موجود اه واقعيا با اه اه على امر الواقع يعني كان كنت اشوف انو ديزني كانت تشتري اه الكروتي للفيلم لان ما كانش حدا ممكن اش حدا يجيش يحضر الفلومي كانت القاعات فاضي كل الوقت كانوا يشتروا الكروتي اه 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 ازني عشان تتجنب الفضائح العالمية كانت تشتري الكروتي لكابتن ماربل اه ايوة كانت ايش تعمل كانت تعمل حملة تجيب كل الاطفال وخاصة الفتيات يجوا يحضروا الفيلم وكان على حساب اه على اساس اساس تمكين نسوي ونسائي انو رحنا النسوان والمرأة ممكن وما فيش مشكلة كا كا بالتشجيع هذا كبالمفهود ما فيش مشكلة تدعم المرأة وتعطيها اه اه ايكول رايتس يعني بس 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 انا ودور الاساسي الرئيسي رول بس انا عندي عندي شكوك عندي شكوك لما تيجي شركات ضخمة من الشكل بلشت تتاجر ببببالمرأة بهاي طريقة ايوة اه الاشي الاشي كتير منحط بالزابط فمن هناك الفيلم كان كتير كتير سيء يعني بالزابط عشان هذا ارجع عشان باس 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 حاول ارجع على الموضوع قبل 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 ما ترجع عندي ملاحظة صغيرة اه احلى اشي بهذا الفيلم كان اختراع اشي اسمه اللي هو جاء الفليركن جاي من الكوميكس اول مرة بظهر اشي اسمه فليركن هو هذا القتل صغير هذا اللي هو عملية مخلوق فضائي الوكل كل اشي ولو محلا عن كابتن ميربل اوكي عن كابتن ميربل بقولك ملاحظة عابرة هذا هذا الاشي الوحيد اللي حبيته بالفلم فلت انه القت هذا مشبه القت تبعي سامبو بس انه مش مهم كمل انا عندي جروح مفتوح لكابتن موفل لانه خربت كتير شغلات يعني حلقة جاي. هذا اللي عم تحكي عنه يعني عمل شغلي. هذا الوحيد اللي حبيته. يا سلامي عمل شغلي لشو اسمه? ايش اسم? يا الله. المسؤول تبع ايه. اصدق على ساموليل جاكسون. لا بس شو اسم الشخصية تعتبر الفلن ناسي. يا الله. كابتن ايش? لا. مش كابتن. مش كابتن. يا ام. او عم بال اسمه. هات اضرب لك شوي. اه. هو مش الفاوندر. لا. اصدق بقول المواسطة بذي افنجرز لا? عم بتحكي. عم بطلع الكاست. اه نيك فيوري. نيك فيوري فيوري. اه. نيك فيوري. بسه نيك فيوري اه بعشي ايج في اولتران ولا بايرون مان ثلاثة. كان يقول له اه حدا من يقول له عن السكار اللي موجود على عينه. ايوا. وبيجاوب وبيقول له اه. افتكر بدشو اسمو. اه وينتر سولجر. فبيحكي ل viktاني يقول له اه 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 افتكر ب Thank you. او ايش بالشكل او يعني انه حكاها او ايش بس هذا بني ادم وهاي شخصية اللي اه اه شاهدناها على عدة اه افلام او اه قصص تتطور بتتطور بعد افلام تتطور ومناكشف مراحل من حياته اه على على سلسل زي اللي عم بتقشف وقصة الشطب على عينه قصة الشطب على عينه ده كان كنز كقصة ممكن تبني عليها اشي بالاخر انتهت ببسي خل ما شاتو يعني انه واته هل ليش شكت ليشك بعملو لانه ها جاي من الكوميكس بالكوميكس تاك مكتوبة على فكرة متاكد ايوه شايف انا انا عندي كوميكس بس في اشياءات مش شكل يعني مش مش قارق انا شخصيا وانا مش قارق كوميكس بس هذا الموضوع بحباش تقولي اني حبيت حبيت البس بس عشان البس يعني ما خليتش اشي عليلي هذا البس اوكي انا يعني عندك بس فعشان هيك كتير اشي بغاني اه 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 كتير مش مهولة فليركن يعني مرات مرات مخافي البس يتحول لفليركن عدي بشي مع الحالي يقوم يكلني بالغلط اه وقت تشوف افلامكا ببيس لا قطط بس لا 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 صبح الله اه خوف خوفي خوفي يكون في حالات اه زي جوكر وعلى فكرة مبارح مبارح يعني كلنا احنا المفروض نصور نعمل هاي الحلقة مبارح نسجلها ولكن بسبب التهائي بفيلم عن بالصدفة يعني يعني مشابه الفيلم حالي مشابه للجوكر اجزا بتحب تعط التريلر البعال號 اللي بعضتلك اياه ااه الظهر الفيلم كتير بيحكي عن حالي حالي عن الشكل اه وعلى فكرة اسمه اه دونت مسوفي في كاتس الفيلم اسمه اه아 دونت مسسوفي في كاتس هناك انتنج فيها ان انترنت كيلر ان انترنت كيلر ايوه هذا الفيلم وطائقي بيحكي عن عالي شاذي بسنة 2010 طلعت واحد اللي نشر فيديو نشر فيديو وهو يقتل قتتين صغار وان بوي تو كتنز وفي مجموعة الانترنت على الفيسبوك قامت اللي الطالب بمحاكمة هذا الشخص وحاولوا يكشفوا مين هو هذا الولد اللي قتل قتتين صغار كتير مشابه كتير متصل الاشي بفيلم The Joker لانه بيحكي عن يعني التطور طبع هذا القاتل المتسلسل اللي بيعمل اكتر من حالة قتل كيف بتطور هذا هذا المقتل نفسي البني ادم المقتل نفسيا كيف الاشي بيبدأ من قتل قطة لقتل كلب لقتل قطة اطعام قطة لحي لأفعة ويصل لدرجة انه قتل بشر وحتى هذا المقتل نفسيا اللي اسمه لوكا 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 شو اتشفوا من هاي الشخصية لوكا لوكا روكو مانيوتا لوكا روكو مانيوتا اسمه اتشفوا هاي الشخصية من هو هذا القاتل و بصيروا يتابعوه حول العالم عن طريق الشبكة مجموعة ناس قاعدين على الانترنت كل نحاء العالم بدوروا عليه وبوصل حتى كيف بسافر بعدين على هاي ديكومنتري سيريس لازم احكي ديكومنتري سيريس عن نيتفليكس ثلاث حلقات كل واحدة حوالي 40 دقيقة مش دعاي لنيتفليكس ولكن الحق يقال المسلسل الرهيب السلسلة كتير حلوة الديكومنتري هذا كتير رائع بحكي كيف تتطوق فيه عندك علامات اللي ممكن انت تكتشفها عن شخص اللي هو مقتل عقليا كيف بيبدأ التدهو ورغد تبع الاقتلال العقلي وبتنقل بين عدة مدن هذا البني آدم لترانوا بالآخر يمسكو بباريز ويجيبوه على محاكمة بكندا بالآخر بلقوه يعني تخيل انه دول الناس المجموعة هي على الفيسبوك تواصلوا مع الشرطة بتورونتو قالوا لني يا عم عندكو بني آدم مقتل نفسيا بوقت القطط قاعد عندكو روحوا حققوا معاه هذا البني آدم رح يحمل قتل أعطى كثير ألمات أنه ممكن يوصل لدرجة قتل بشر أنه هذا البني آدم يعني إنسان سايكوتك روحوا حققوا معاه والشرطة راحة حققوا معاه زلم يهرب وألخ ألخ ألخ وبالآخر بوصل لدرجة أنه عن جد قتل بني آدم صور فيديو هو يقتله وبعتوا للمجموعة قالوا نشوفوا يعني أنا قتلته المجموعة فاتت طبعا بحالة هلع وتضمي رهيبة من هذا المشهد بعثوها للشرطة والشرطة بدأت تدور عليه بشكل جدي بعدها بعد ما قتل بني آدم ولكن العلامات كانت هناك إذا أنا نرجع للجوكر كيف بيرطبط هذا الإشي بالجوكر بيرطبط بالجوكر النفس الشيء العلامات موجودة بكتير ناس فيه كتير ناس حولينا اللي بحالات صعبة وحالات اختلال أو بداية إحباط نفسي شديد وحتى ممكن تصل لدرجة الدبريشن العميق وما حدا من بهلة ولكن في علامات إذا بتنتبهي بهلة إن كان على الشبكي اليوم على الإنترنت وإن كان حتى بين التواصل مع البشر ناس اللي هي منبوذة اجتماعيا ممكن تكون كمان تصل لهيك وحالات وشعر بقول كل الحالات هيك ولكن الجوكر الجوكر بيصور حالي شاذي الجوكر بيأخذ حالي شاذي بالمجتمع ويعني بيسلط الضوء عليها كيف أنك تتطور لدرجات مش بس سكيلر كيلر وإنما ماد سكيلر ماد مان بني آدم مجنون بأعلى المستوى يعني بيعطيك مستوى جديد للجنون في هدول اللي عندن زي جنون العظمي لا مش جنون العظمي لا لا في ناس اللي عندن حساس إرباك مفيش مش موجود بالعصب فمفيش عندن قيمي للحياة والموت فممكن لما يقتلوا حدا بحسوش بحسوش بهذا الضمير ولا إشي فالنسبة للنضاء عادي فكيمين هيك عندن هاي المشكلة فبيحاولوا إنو ما يفوتوش بموقف اللي يضطروا آآ يفوتوا بعنف أو إيش من الشكل لأنو بيعرفوا إنو إذا كان بفوتوا بعنف فيش رجع من هاي إني بالنسبة لن هيك إني بحسو فبسمع عن هاي شغلات في شخصية بشو اسمو بـ The Expanse واحد من الهيروز آآ كان جندي مقاتل وما رأى تجربة حلمية اللي هي زي بإيمو الإحساس من 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 الدماغ على أساس إن لما يؤتل العدو ما يحسش بضمير عشان يكون جندي مقاتل من أعلى درجة فبيعمل هاي العملية وكان بكتيبة خاصة اللي كانت تتقاتل المارجنز ونعرف شو في قصة يعني أوكي بس إنو هو بيكون يشتغل بشركة أو زي يعني بيكون مع هذا الفريق الهيروز قبل مسير الهيروز بيكونوا زي يعني شغلة مناجم بالأستروز كانوا يعملوا زي وويك ينقلوا معدات فعلقوا بالقصة ومنها طلعوا أبطال بالسيزن فهو بالرغم من شخصيته كونه كبني آدم اللي ما عندهش إحساس بالقتل بس آه هو شخص نيح يعني بس بتشوف عليه آه التفاصيل مجنون هيك يعني مش نو مجنون بس آه فيش فيش تعبير وجه يعني تقول أشتعرف إذا كان بهاي اللحظة إذا كانوا بأخذ قرار ضدك أو معك فهاي الناس موجودة بال آه اللي هيك بتخلق من غير آه من غير ضمير وبعاش إذا كان هذا الإشي من ناحة الجاني أو ايش بولوه يعني جنتيكس أو آه يمكن احتماد تكون هيك إنه هو جنتيك جنتيكلي unable to express emotions أو شي من الشكل anyways فتنا فتنا فت بالحيط أنا مش فت متاهة آه فتت بمتاهة كبيرة آه فتنا شوي عن الموضوع جوكر جوكر آه حكينا إيش إحنا حبينا حكينا حطيلي 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 المشهد اللي بدي إياه وحياة دينك عن شوف المشهد دقيقة مية ساعة وثلاثين دقيقة هي عندك مشهد لما بطلع على المسرح معموري على المسرح معموري دقيقة وانديش ساعة وتمان وثلاثين دقيقة شوف اعتلك على الواتس كمان وثلاثين دقيقة هنا ايوة شغل 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 شوف هون يدخولوا على المسرح هون جوكر عم بحاول يحقق حلمه انه هو ويعني عم بحقق حلمه انه هو صار مشهور وكوميديا وكوميديان ساخر وجايبين ويحكي النكت تبعته عند موري بالبرنامج عند الليت نايت هوست المفضلة عليه عمليا اللي كان يتابه عند موري فهو بتشوف فوقني الايروني بانه بيفوت المسرح وكأنه هو بطل وكأنه هو وكأنه هو التحقيق حلم هو الاحسن واحد واحسن ممثل وتطلع حتى يعني المشاهد هوني بحكي النقطة فموري بيضحك عليه بيتمسخر عليه بقوله يا جايب بطر حتى جايب معاك تاب والنقطة مش نقطة نقطة هي قصته عمليا نوعا ما فبتحول النقطة السخري تبعته لواقع اللي بيعترافه انه انا قتلت دود الثلاث بالسابوي بالقطار تحت الارضي والعالم كله من جن شو هالاعتراف هادا والصدم الاكبر بتصير لما بيسألوا وبيسألوا يعني بتفكر انه قتل الناس هادا مضحك لما بيسألوا بيقولوا زهقت من انه الناس تقول لي شو مضحك شو لا زيت من الحياة المنظومة تعتقد انه هي كل اشي هي اللي بقر وشو صح شو الغلط بنفس الطريقة اللي بتقرر وشو بيضحك وشو لا فانا بده غير هالمنظومة هون بهذا المشهد جوكر عمليا عم بطلع بطورة ضد المنظومة ضد السلطة ضد المؤسسة ضد هذا الجهاز الحاكم الصارتيف ضد المجتمع نفسه وبتكون الصدمة الاكبر بالاخر انه بيقتله بلاش انفجي هذا المشهد بحكومة خلص ضد اللي اذا هدا برأيه هو الفلم هذا المشهد هو الفلم هو 日 وهو المومنت اللي فيه الجوكر واخيرا بتقبل انه انا انا بهذا المجتمع مبادر الشيء تعال نقول يعني تعال نعمل خلاصة للجوكر شو انت ممكن تقول من ناحية كونه كفيلم كونه ككتابة قصة كونه كتصوير واخراج يعني هل الاشي بتقول انه ممكن يكون أو تقدر تقارنه لفلم برأيك انته كان م يورس 5 يعني من وجهة نظرك كيف يعارك؟ انا عارف في فلمي اللي بأكي بحك كليها يقوم بعمل الوقت مثل غان 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 أو مثلا شوفوا إيش كمان في فلومي اللي لما أحكيها أهلي بقول لي آه بعرفها واحدرتها يعني فهم ف ما حشل زي كان بدل أقول في فلومي أنا أعتقد أعتقد الجوكر الجوكر راح يكون تيتانيك مثلا راح يكون لا مش تيتانيك يعني هو فيلم اللي راح يصمد باختبار التاريخ راح يكون من أعظم الأفلام القرن 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 الواحد وعشرين لا أعتقد أنه راح يكون أعظم أفلام القرن الواحد وعشرين فيلم لأنه يخاطب النفس الإنسانية بأعمق الدرجات مع أنه بأخذ حالة شاذة بالمجتمع ويعظمها ويروي قصة التدهور الإنساني تبعها وعلى فكرة أعتقد أنه كل الفلم هذا بخليك تحس أنه بقلب كل واحد فينا في جوكر صغير بقلب كل واحد فينا في جوكر صغير يعني كلياتنا عندنا الاحتمال الاحتمالات أو القدرة الكاملة أنه نتحول للجوكر بظروف معينة بحالات معينة بحالات اهتزاز نفسي معينة بحالات ضائقة معينة تمر بظروف معينة يمكن تصل لهيك برحلة وفي ناس اللي شخصياتها ضعيفة ومهزوزة كفاية لا تصل لحالة شوكر أو يعني حالات شبيهة أكتر أو هقال ومثال على ذلك هذا الشخص السيريال كيرير اللي برجيت اللي حكيت لك على الفيلم مطائقة عنه بالفين وعشرة حالات شاذة بالمجتمع ولكن دورنا إحنا كمجتمع وكبشر أنه ما نصلش لغادر ونمنع نمنع الحالات هاي من أنها تتطور لهيك لهيك درجات بالنسبة لي جوكر بضوي ضوء أحمر لحالات اللي عم نشوفها من حولنا إن كان على المستوى الفساد السياسي وغلاء المعيشة والبطالة ووضع السياسي اللي احنا موجودين فيه اليوم السراع الطبقي اللي اليوم صار واضح أكتر بكتير محلات بالعالم بين فقير وغني في عندك فروق شاسعة كش عدالة اجتماعية ما بين الخسخصة ما بين كمان على إذن نحكي كمان على المستوى الاجتماعي فيه هوا مش اجتماعي اللي هنا متمش فيها الفيلم هذا يخاطب البني آدم على عدة مستويات أخلاقيا شو الصح شو الغلط مين الي بحدد شو الصح شو الغلط فلسفيا كمان بالنسبة لموضوع كمان نظر بنرجى على مسألة الأخلاق الصح والغلط شو اجتماعيا على مشكلة قضية الهوامش الناس اللي بالهامش هل هي شو معها مين بيهتم فيها ليش ما فيش اهتمام كافي فيها اليوم على وطبعا المستوى السياسي والاقتصادي وصراع الطبقات وآخر آخر فكل هاي الشغلات الفيلم هذا انا برأيي ماستر بيس لحديت قسة يعني شاهدت كتير افلام بحياتي الفيلم اللي بيخليك تطلع مهزوز مع كتير افكار من السينما وتحضره مرة ومرتين وثلاثة واربع وما تزهقش منه يعني إلالي الفيلم اللي عن الشكل ومعمولي بشكل حلو على الشكل بالنسبة للي ويعني بتخيلش يكون في فيلم اعظم من الجوكر اللي يطلع هاي السينة انا هذا رأيي هاي السينة بيمكن طب العبداش تعرف هاي السينة من المستحيلات برأيي هاي زانا وياك زينا كتبنا فيلم يعني زانا وياك زينا كتبنا فيلم معقول هذا لما يطلع فيلم لما يطلع فيلم وحياتك حطل الميم حطل الميم حطل الميم بحيات دينك ونتي تحكي مرامر عليك علواتساب اه اوكي لما يطلع فيلم القدي ناجح ونعمل بااااااااااااااااااه لما عمل باراك ميزانية وواطى وربح القدي دخل مردود يعني التوضي يعني edit سنة راح يكون في المراقضة من الشركات العملاقة انه تلحق بالنجاح هذا تطلع الموجة اه تركب الموجة يمكن هذا الفيلم يعني يحاولوا يعيدوا هذا النجاح بس يعني محجز راح يوزبط في نداء اسا من الكميونيتي انه يعملوا هاي الفلومي اللي ما فيش فيها كتير صراخ فرانشايز بس انه بتطلب انه ياخدوا اه اه لمحة من الفرانشايز من القصة ويبنوا منها اه سينما دراما سينما بهذا المستوى ايه كنا شاعر لادراما هون كانت كير حلوة كير حلوة ايش ينكتبوا هون لا حط التاني you get what you deserve you get what you fucking deserve اه لا واكين لا واكين وواكين فيونيكس واكين فيونيك فهذا لا التاني التاني كمان اه اوكي ايه كمان ايوه في التالت فا اه وقين الفينكس برأيي عن جد يستحق هذا هذا التكريم يعني بالمختصر المفيد سعى نقول هيك كواكين يا استحق هذا التكريم جوكر فيلم رائع ايثنك انه اتوالستان وراح يضلوا معنا لسنين و شوف جيلي اليوم جيلي اليوم هذا الفيلم مش لأولاد لعمر عشر يعني تحت الصغار صحيح صحيح اه ما اعتقدش انه مناسب لجيل 16 بفكر انه يعني الولاد يفوتوا بيراغل من ذلك بفكر كمان الولاد من جيل الصغير بيروحوا بيحضروا لانه اليوم صار فيه كتير غربة بالاشي مسموح للاطفال يحضروا ايش ممنوع مضبوط مضبوط يعني اليوم كل واحد ماسك سمارت فم بقدر يشوف هاي الشغلات يعني تفريش معه عشان هيك بقدرش فيش احكام اه فيش ضغط لهاي الشغلة فم بقدرش تمنعهم مهم الاهل كمان يكونوا فاهمين ايش 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 يتابعوا شو عم الاولاد لانه لانه الولد يمكن ما يكونش راهم مستوى هيك فيلم شو شو الصح وشو غلط فيه يعني ايك او او شو الاخلاط و التدعيات لانه بأتيك فيلم وبس الفلم كا.. كستوري تيلينج كحبكة قصة كتطور شخصيا كسينما تجروفيا شو يعني كاخراج ايه بالمجمل بشكل عام فيه فيه كان مراحل سكوت ما فيوش كتير كلام ولكن بالاخر بتلاقي انه كل شي ارتبط ببعضه بالشكل الصحيح العناصر ارتبطت ببعضه بالشكل الصحيح بالمعادلة وطلع عندك منتج رأي رائع يعني ما عنديش عملاق رائع عملاق بجنن بجنن حرفيا بجنن ما فيش شنديش وأحكي ما فيش شنديش وأحكي انتقاد يعني يطمح للصفر يعني غير المشهد هداك ما حسيتش فيه أي ارتباط أما غير هيك بعاش الفيلم كفيلم كان رائع انا بتندم ان ما رحش يحضر بالسيما كنت لازم تشوف ردة الفعل تبعض الناس كل شوي هيك كانت ردود الأفعال مع كل مشهد أنا أقول يعني واو 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 واع شوي ورا شوي ورا شوي والا فكرة بالمشاهد اللي كانت بالبداي بتحبهش بالبداي البداي تبعته مش هلقدي ولكن ولكن بقول لك كمان بالبداي أول ما شوفته تاهاف إيش بلاشت أحكي لنفسي بقول هات البني آدم اللي كان دايما أذكى من الباتمان وكان كل وقت يهرب منه هذا الذكي العبقري يعني كان فيه إشياء مش مزوط بس لما فهمت أنه الأدوية كانت كانت حابسيته فهمت أنه ايوه ايوه بالبداية 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 بالجنون كتير كتير ضئيل كان عندي شكوك بالبداية بس فهمت بالآخر بس كمان بالآخر بيرجوش إنه إنه بيرجوش هذا الاحكام طبعه بالتدبير عمليات أو ب هالشغلات ما شفتاش يعني يوم بفكر إنه ما فيش حاجة إلا بس بالآخر لأنه لما جرب يهرب من المستشفى المجانين بعد اللقاء بالآخر طلع طلع وكان إجري كلات الدم يعني مظبوط ما موقفش يعني عن القتل سايكاتك على الآخر آخ 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 هذا الفيلم لازم ينحضر مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة كمان عندي مشكلة أنا بعضها يعني فيه فلومي مش مش سهل تحضر هيك فيلم مش سهل مش 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 بس مش سهل في عندي مشكلة أنا فتت بقصص تاني إسا ومتعمة فيها بشكل رهيب مش قادر أطلع منها صراحة على الآن بخزء السوداء إسا بالقصة معي يعني مش قادر ألاقي إشي بنفس المستوى اللي أقدر أحضره مجددا الفيديو اللي بعتلك هي مبارح حضرت يمكن خمس مرات ست مرات ولا التايتنز أيوة أه حضرت السوداء لأن القصة فيها تعمق شكل رهيب يعني يمكن عشان عم بسمعها من ناراتور يعني عم بيحكي عن القصة من وجهة نظر ثالثة يعني بيعطيك حلو وهذا اللي أنا بفكر فيه إنه لما ينكتب لما لما القصة يجي لك من وجهة نظر بين أدم اللي شايف كل المحور بيصير في عندك يعني في عندك آآ آآ فروع بتجنن من القصة تتعرف عليها بنهايج من هذا المنطلة وآآ آآ الرواية. يعني تحكي عن زي تعرف هو ازا بدك توصفه كعنصر معين من العالم الواقع هتنقول. ايه. زي رجال مخابرات. رجال مخابرات عندن عندن هتنقول هن بعرفوا الحقائق في اشياء اللي احنا بنعرفهاش يعني بشكل عام يعني كيف العالم بشتغل هتنقول. فا اه يمكن هن بعرفوا اشياء اللي احنا بنعرفهاش يمكن. عشان هيك بيشوفوا القصة بشكل اه اوسع. عشان هيك المسلسل الجديد راح يطلع. اه فيش حاجة يزكر اسمه. فيش حاجة يحكي عن المسلسل. انا اصدقى انه المسلسل راح يطلع الجديد. راح يكون من وجهة نظر واحد من هالدولة اللي هني زي المخابرات. فراح يكون اه كتير حلو. زي 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 اه توم كلانسي ستايل يعني. بس كمان راح يكون لاللور تبع القصة. لهذا انا بقدره جدا يعني بتأمل انه يحافظوا على اللور تبع القصة. ما يخربوهاش. انه اللي قرأته وسمعته بالقصة اه عميق وواسع ورهيب. ايوة. بتأمل انه 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 يكمل بعض الاشي. اليوم الاشي البوبولاري بالعالم السينما هو القصص اللي في الرعب والدراما السودا هاي زي جوكر متلا وهيك. بفكر انه هاد الاشي اللي عم بيزبط اسا بالسينما و و ازا كان بت والزا كان اما ارا امازون عفقة راح اتمول Marin مش امازون. مين من questioningه مش اعارم المين بس اهusan يالي راح يشتغلو على المسلسل. بتوقع انه امازون راح يكون الممولين لانه هن بيشتغلوا مع هدا البيت التلقل دار الانتاج نفسه. لد Brux فبفكر إنه راح يكون المسلسل بأمازون هيك أبعد تقل دمان إنه هاي كاسل دمان إنه هاي كاسل لازم له حلقة خالصة فيه لأنه مسلسل رهيب أنا لازم أرجع لتعمل أحضره وأنا قرأت الكتاب بعدين بعد بسنتين طلع المسلسل شو رأيك؟ المسلسل الأول هل المسلسل حافظ على القصة؟ في تغييرات في تغييرات في إضافات مش تغييرات في إضافات أخذوا حركة القصة ومدوها على موسمين كنوا القصة عصيرين مدوها على موسمين ومش بحاجة ويمكن مش هلقدي بحاجة تكون موسمين وزادوا تفاصيل لشفيات آه فيلرز يعني جادوا يعني مشاهد لشو بيصير هون شو بيصير هون اللي مش موجودة بالكتاب الأصلي بالرواية تابعة فيليب كيديك وعلى فكرة احنا منحكي كثير على الساي فاي أنا وياك لأنه منحب الساي فاي والفانتازي منقراج كفائي ولكن فيليب كيديك من أعظم كتاب الساي فاي بالعالم والكتابات تابعته صحي اللي أقرأ أكتر من كتاب لإله إشي رائح رائح فسا حدا من المشاهدين بيحب يقرأ عنده وقت منصحه بيبدأ بفيليب كيديك بـ ماش بضرورة يبدأ بـ ولكن فيه كمان فيه مثلا فيه في له كتب وقصص قصيرة نشرت بأدة مجلات أمريكية وفيما بعد اتطورت لكتب أو مش كتب لأفلام سوري لسكرين بلايز يعني لازم لازم نصيحة يعني نباركري بنقدر نح نحن نخصص مخصص شي يوم حلقة لنحكي عن أفلام فيليب كيديك عنا مواد اسمي هناك عنا مواد اسمي هناك يا ريت انا بدي انا معني اذا كان انت معني ممكن نضربها الجمعة الجاي يعني انا اه ما بسجع اه وكمان الجمعة جاي الجمعة جاي ايش انا انت عنا The Mandalorian مش قلنا نحكي عن The Mandalorian اول اه العد اوكي ممكن نضمه من جزء من المحور يعني عشان ما يكونش في طيب الجمعة الجاي The Mandalorian لكان وان شاء الله اللي بعدها منحكي عن عن أفلام فيليب أفلام وروايات فيليب كيديك والساي فاي ومنكمل على حلقات تاني بحب نسمع اقتراحات اذا حدا بحب يكتب لنا اه لازم نبلش نعمل platform اللي معني يشارك او يعني ينضم 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 اه خلاص ماشتنا عليها هاد الاشي بل كيز لما نبلش نحكي عن science fiction عن الروايات اه لازم نشحشد نسيم شوي خليه نضم معنا لانه هذا البني آدم اه بفكر انه عندهم عنده كتير اشيك عنده كتير شو يحكي لايمن ثلاثة احسابات لين اه بسهل عائل على عائل اذا انتو تتحكوا مع بعض انا بقدر احضر اشي بالخلفية كمان بساعدني كتير اه اه وانا بقدر كمان مثلا اروح احضر لي راس ارجيني وتحكوا اه طب بعد اذا انا وياب ببلش نحكي ببلش نحكي على عاديون القصة يمكن يمكن نضرب ثلاثة ساعات زي وة عشي اه اي اي ابي اه اه اي اي اره باي اي الغام الغام بالحوارات اي اه اه والله اه والله اه الله خلص استنا نخلص تقريبا اه ممكن بس ايك اه نحكي بس اه ختام لشغلات معينة اللي بتاع نقول اه انا حابب انه الاشي يكون اكتر اه اه انه يكون فيه اكتر مشاركة مع التشات يعني هتنقول حاليا اسا انا وياك عم نحكي ومارات بكون فيه مشاهدين او مستمعين which is good يعني it's fine بس اه كنت بحب يكون فيه كمان اكتبتي بتشات يعني ازا كان فيه حدا معني انه يعرفش بس معني يكون موجود يتواجد او يستمع يكون بتشات ويسأل اسئلة نجاوب علي اه نسألين اسئلة نشوف شو رأيهم اه حلوة ضايقة زي اه سوشال انتراكشن يعني باللايف مش بس نحكي عن موضوع كمان يكون فيه حوار بيني وبين المستمعين اه مين اده في واحد عم بحكي هاتنشوف بعدني عم بحكي مثل هيك اد انت ايه لا مش انا اسا انا اه 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 او كي اه او كي اه اكمل توديع احنا باخر او او كي تمام انا با شوف Process rates من فيور. حبيت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا من بيك. فجمعة جايدي يكون ساينس فكشن. اني حكي عن الماندالوريون. وبدنا ان شاء الله. نضيف كمان شغلات. انا بدي ابدو الجهد اجيب ناسيم معنا. انه. لازم لازم. في في له انبوت كتير حلو. واي اتا واحد يحب ينضم كمان معنا على البودكاست. اهلا وسهلا. علينا اهلين. اوكي. يا بعدنا عم نحكي على انه مفيش مستمعين. في مستمعين. بس احنا مش عارفين. بس. احنا شو نتبهين. بعدنا مبتدئين بالموضوع هذا. انا عندي القدرات الفنية انه ادير برنامج فيجولي اطلع صور اعمل اعمل جرافيكس واي الشغلات. اعمل برنامج اعمل برنامج اعمل شاهين اه. شاهين انا شوية فايلة سوب شوية اكتر من اللازم الرات. شاهين. شاهين كاتب رائع وبني ادم اللي اه متمكن لغويا وبيقدري كمان اه يعلق على الموضوع بشكل مهني. فكتير بتكل عليه بهذا المجال. بتعمل انه الاشي كمان يكون اكتر. انا مكيفة. انا قشاطنا انا قشاطنا حلوة. انا مبسوط على على نعم نسويه وان شاء الله ببدا نكمل هيك. ان شاء الله. نتطور ونتقدم. وبتأمل انه نكون عنده حسن ضمنكم يعني. ونلاقي استحسان المشاهدين والمتابعين. وخبر اصحابكو يعني. عشان. اه. اهلا وسهلا بالجميع. احنا هوني منصة مفتوحة. اهلا وسهلا. طيب نختم الاستريم هذا. ونشوفكم مرة جاية ان شاء الله. الاسبوع القادم بابن الله تعالى. وتصبحون على الاول في الخير. يا يا